اشتركوا في القناة لما هيشوفك بتتعب برضو لازم هيجزيك وحلمك اللي في يوم حلمته وبتعفرله هيبقى ليك وعد ربك بالبداية لكل متحد مصير كل يوم هلوعب الفرصة بس انت قول عافر اسعى ادعي ده ربك قريب وانساني رب مجيب اهلا وسهلا بكم طلاب حيث في كل مكان في الجمهورية مساء الخيارات او صباح الخيارات على حسب الوقت اللي انت بتشوف الفيديو ده سمي الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم طلاب في كل مكان في الجمهورية في اول حصة احيان سمي الله بقى صلى الله رسول الله فيه نقطة مهمين قبل ما ادخل في الشرح لو انت عايز تقدم الفيديو الفضلاش خش على طول خش جوه كله مستني بجد من الان هزار انا فيه نقطة مهمين اعايز اتكلم فيهم بسرعة النقطة التانية اللي انا هتكلم فيها هي حاجة تخص الاحياء وحاجة تخص الحل وحاجة تخص الشرح وحاجة تخص بفضل ربنا هنعمل ايه وانمش ازاي بس النقطة الاولية اللي انا عايز ابدأ بيها انا برة اتبالك عشان انت بعارف ايه هيحصل النقطة الاولية اللي انا عايز يبدأ بيها تعليق مهم على طلاب تالتة سنوي اللي هما دخلين للسنة دي بالنظام الجديد عندهم خمس مواد بس طيب ده حلو ولا وحش طيب 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 اعمل ايه طب اتقطر طب اخد رأيي ناس كتير الى اخره سامي الله بقى صلى الله على رسول الله أريد دلوقتي بيسمعني في الأحياء تلتة سنوي عام وأظهر حلو خلص الأظهر كده كده الله معاه يعني الله معك دلوقتي 18 مادة ربنا يعينهم وبرضو ده يعني بيثق الخلفية الثقافية بتاعتهم من خلفية دينية بياخدوا فقه وتفسير وحديث إلى آخره وبرضو الخلفية العلمية بياخدوا مواد علمية كان الله معهم يعني جمدين تنين ربنا يعينهم ويصلح لهم الحق على النقيد أنت دلوقتي كطالب عام برضو عندك خمس موال أنا بقولش حد موازن حد بس أنا بتكلم عن ده ربنا يعينه وده برضو ربنا يعينه ده يعمل ايه وده يعمل ايه الأظهر كده كده يعني مفيش جديد معاه السنة تريباو التعليم أول عام أنت دلوقتي عندك خمس مواد سمي الله صلى على رسول الله ملكش دعو بقى إيجابي سلبي طب هم شاله الجيولوجيا والفرنساوي اللي احنا كنا بليموا فيهم درجات فيرفع المجموع وهيزودلنا مش عارف ايه طب كده حلو كده وحش لا ده كده فعلا خف المواد عندنا وفرصة ان انا زاكر كلام حلو ملاكش دعو بيه وحش ملاكش دعو بيه عش تجربتك لان انا هقولهول يا قوام الآخر عش تجربتك وما تسمحش لحد ده اول نقطة تاني نقطة مش هيسبوك في حالك مين ده ايه يا جيولت هتقلقنا من اول السنة مين اللي مش هيسبوك في حالك طب قل لي عشان اخد بالي انا هقول لك هوات وقل لي كهوت عشان تاخد بالك والكلام ده بقى لعمه اظهر سمي الله صلى الله عليه وسلم مين اللي مش هيسبني في حالي رقم واحد الشطار رقم اثنين نفسك ضدك رقم ثلاثة كلام الناس رقم اربعة اصحاب السوق اواخد بالك اللي هو هش فيسبوك وتيك توك وتشك شك وتعاني اخرج وتعاني اقف شوعة عن نصة وتعاني اقعد بلسورة بحاجة على القهوة وتعالي مش عارف بالدرس يا عم نفك عن نفسنا وصحبتك اللي هي منهارة بالليل وبعتلك على واتساب فانت هتسيبيها منهارة فلازم تكلميها تكوني معاها دلوقتي واخد بالك فتضيع وقتك وضيع وقتها والموضوع تافيها اصلا المهم يعني يسمي الله صلى الله عليه وسلم بعيد عن الهزار والله بجد الشطان ساعات بيقولك اعمل خير ومش عارف ايه بس بيجي غلط ده مدخل غلط المهم نفسك وشطانك ودنيتك ولي حواليك هيكون شغليه ومششاغل وهمهم انه يصرفوك عن مهمتك الاسية وهي هي المذاكرة في الثلاثة السلام فملخص الكلام خمس مواد فرصة كويسة خمس مواد بحلوهم ومرهم بتفاصيلهم عيش تجربتك للآخر خمس مواد فرصة بجد انك تفرم بالدنيا من اول كلمة لاخر كلمة طيب سمي الله صلى على رسول الله بالنسبة لكلام الناس في الناس كتير هتلاهم بيزقوك وناس كتير هتلاهم بيكسروا مأديفك اللي عايزك لا تسمع لدول ولا تسمع دول ركز مع الله بركلك استفتي قلبك ولا افتاك الناس يعني تاني تاني استفتي قلبك ولا افتاك الناس انت اللي عايش تجربتك انت اللي عالم بصلواتك ودعواتك ورجواتك وبكائك انت اللي عارف بامكانياتك وانت اللي واثق بربك الله على سيدنا موسى لما جع قدام البحر وجلود فرعون وراه هيقتلوه المؤمنين واللي كانوا مع سيدنا موسى قالوا هنعمل ايه فسيدنا موسى علي جنود هيقتلوني واد بحره قدامي الإجابة كلا إن معي يا ربي سيهدين الله يقين بالله كلا يقين وفي جملة بتقولك يقيني بالله يقيني يعني ايه يقيني يعني ثقتي في الله عز وجل تقيني من شر نفسي ومن شر الحوالي ومن شر الدنيا هتقين وتحميني فيقيني بالله يقيني وحط في دماء جملة سيدنا موسى كلا إن معي يا ربي سيهدين انت مش ناجئ انت مش نافع أهلك في البيت انت فاشل انت بايز. كلا ان معي يا رب سيهدين. انت اصحابك اللي حواليك يا عم انت هتطلع زويلي يعني. ده بقوا خمس مواد ما تهد نفسك كده. الشيطان سوشه واصحابك. كلا ان معي يا رب سيهدين. وهعمل علي علشان اطلع مستناد راضي عن نفسي. النقطة التالتة والمهمة اطلع مستناد راضي عن نفسك. وربنا راضي عنك بس. مش مو مرضى الناس. الناس كده 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 بردوسوا على حد. مش كل الناس قابلت بالرسل ولا كل الناس قابلت بالانبياء مش هيجوا كل الناس يقولوا كلام بحلو في حقك ولا في حقي ولا حق فلان ولا علاج. مش هتلاقى كل الناس مجمعين على حاجة. فما تشغلش دماغ بالناس. ما راكب الناس مات اهما. وانا شغل دماغي بالناس بموت مهموم. سواء في المقارنة او بكلامهم انسى عشان تنجح. فهدفك الاساسي ان نجيب مجموعة عالية. لا. ربنا يوزوك المجموعة العالية. بس لا. ما الهدف اس ايه. اطلع السنة ده ربنا راضي عني. ما ده مسئولية وشغلي. ها. ان اطلع السنة ده برضو راضي عن نفسي. الله بجد. ده اللي انا عايزك تطلع بيه. وقدي ما عليك ولا عليك. اعمل اللي عليك ولاكش دوعه بالنتيجة. ومرة ثلاثة وسبعة وعشرين انت مسئول عن السعي. مش مسئول عن النتيجة. ربنا يسألك انت عملت ايه. صهرته ولا ما صهرتش. زاكرته ولا ما زاكرتش. اجتهدته ولا ما اجتهدتش. عفرته ولا ما عفرتش. وبقول لك اهو. حتى فاشتاج بقولك عافر حلمك استاهل. يعني ايه. عافر انك هتقع. ومكمل. هت تجي تحل شؤل حاجاته في وادة معينة فتزها. هتغلط. ام وكمل. اوائل الجمهورية والسنين فاتت والله واقع منهم حاجات كتير. وكانوا بغلطوا في حاجات كتير في طول السنة يعني. بس مع المعافرة وتعبوا كان عندهم ظروف واللي اهله توفى واللي كان مسافر. كل الناس عندها ظروف وبتلقات مش انت الواحدة. اموا وكملوا وعافروا. وربنا كرامهم في الاخر. او وعا تنسى الكلام ده. استغل سنتك. عشت اجربتك كاملة. كلا. ان معي يا رب سيهدين ح حلقة في ودانك. خلي بالك لا يغفلوك. هم مين؟ نفسك وشطانك والدنيا. واصحاب السوق والمغريات. يجي الشيطان بقى يقول لك ايه اخر حاجة واختم بيه. بتحصل. وفي ثلثة سنة وبالذات. ها يقول لك ايه يقول لك انا وحيد وتعبان وفي البيت بيكسروا مأديفي. انا محتاج حد يزقني. محتاج حد يسمع مني. محتاج حد يكون معي عاطفيا عشان يزقني عشان يزقني عشان اكمل. ومحتاج مش عارف ايه. السنة دي بالذات هتجي لك مد دخل الشيطان في ده. فما فيش حاجة اسمها بقى تعالى ان نشوف حد ونرتبط بحد والجو ده. بيحصل ولا بيحصلش. كلام واقعي. ففضل ربنا لازم تكون عارف ان الشيطان هيزقين لك مغريات كتير. ان الشيطان ونفسك والحاجات المغرية وهيلعبوا بالكتير. فانت لازم يكون عندك حصانة ضد الكلام ده كل. لازم تكون عارف اه ده مدخل شيطان. ده نفسي مش هسبها. اخر حاجة. طب تفتكر انا هقدر مش متعاود على المذاكرة. سواء عام او ازها ركز مع انا مش متعاود على المذاكرة. هقدر افضل ربنا ليه. ما هو مش حد متعاود على حاجة اصلا مثل يوم وليلة. تدريجي. اطلح سلم. النار ده زاكرت شوية. بعد وكده تكتر الساعات. بعد وكده هتلاقي نفسك متعاود. شو بقول لك كل حاجة تعاود. زي ما الكسل تعاود. وانا جسمي دايما يخامنان وكستان. وبنام طول النهار زي المقرباص المقلوب. متعاود. وبرضو النشاط تعاود. ما تظلمش نفسك وانت عايز تبقى جمد من اول يوم. لا خدها سلمة سلمة ده اللي انا عايز اوصله لكم. وربنا يحميكم وربنا يوفقكم وربنا يأسر امركم ويسعد لكم وحق احلامكم وفرجوا مومكم. واعتنسى الاخر لحظة. عافر احلامك تستاهل. يعني حط جملة دي احلامك. مش حلمك بقى احلامك. لان طول ما انت فيك نفس يبقى فيه احلام. طول ما ربنا بيديك عمر يبقى فيه احلام. طول ما ربنا خلقك في الحياة يبقى انت لك لازم اوليك دور. ففيه احلام. لو ده حلم يجا عشرة. اللي بعده نحن احياء وللحلم بقية. سمي الله صلى الله رسول الله. لا واعتنسى ديه. نحن احياء وللحلم بقية. تعبقى نشرح الاحياء. يلا بينا واعتنسى. يلا بينا. سمي الله صلى الله صلى الله صحيح. الحاجة اللي كنت عايز اكلمك فيها. احنا هنبدأ من ونشتغل ازاي بسرعة. قلت الكلام ده في مقدمة. في مقدمة كده لازم تشوفها وكدبالك. ها. احنا هنشتغل من. حلم معك تلات كتب. لانسى نوع عامة احل كتير. حلم معك كتاب الامتحاد. حلم معك كتاب التف فهنفرم الدنيا. ما فيش فضل ربنا. تكة ولا فكرة ولا سؤال ولا فكرة دايركت سهلة ولا فكرة فيها فكرة. فكرة فيها فكرة. ولا مستويات عليا. الا لما نفرمه من فضل ربنا. اعمل اللي عليك بس معي. وما تشيلش همة حاجة. طيب احنا هنزاكن من الشرح. لو انت معك ملخص خارجي. نزاكن منه. يعني مثلا امتحان في الاحياء. معك التفوق. معك كذا معك كذا. ما فيش مشكلة. على العين وراس. اصلا فضل ربنا الملزمة او كتاب الجيو بيجهاز لك. وه وهيكون موجود في السوق قريب. وهيكون عظمة والعظمة اللي واحد. بس انت خلاص يعني اشتريت حاجة خلاص. يعني ما تكلفش نفسك تاني. طيب. لانا مطلوب منك ايه? انك تركز في الكلام وبالذات الحل. خدت على ما تقلقش. طيب ليه بالذات الحل. لان بالذات الاحياء او منهج الاحياء عندك السنادي. هتلاقي مع الحل معلومات جديدة. هتلاقي مع الحل اضافات. مش كتير. ولكن تكات مهمة وازيادات. فعشان يكون متمكنين من المادة بفضل ربنا. ركز في حاجتين. في الح في الحصة هقول لك حاجات شفاوي وازود لك حاجات تكتبها وتلخصات وتكتبها وخرايا الزهنية وعظمة. ولا عظمة الله وحده تكتبها براية الله يعني اول باول. انا مش عايز منك كاركدة. سمي اللي سلى على رسول الله اركز يا ركز. لدينا ركز ليه.icutا بني أصلاة بنا. سمي الله ابقى سل يعرسول اللي لا نخش في الموضوع على طول. يلا بنا. انا دلوقتي هكلمك عن الدرس الاول. الدرس الاول ركز مع الله يا بارك لك بتكلم عن مين. بتكلم عن الدعامة في النبات سمي الله ص رسول الله. ده اول جزء دعامة في النبات. وبعد كده دعامة في الانساء. فالدعامة عموما. انا مش عايزة اقول لك تعريفها. انا عايزك انت اللي تطلع تعريفها. فتعال نشوف اهميتها الاول. سمي الله صلى الله عليه وسلم كده فهم معي. وانت تطلع تعريفها. وبعد كده اقول لك انواح. وبعد كده اديك التكات والمستويات العليا عليها. وبعد كده احل معك كتاب الامتحان النهاردة كمان. كل ده اه ركز بقى. طيب. الدعامة بيقول لك وسيلة بتعمل ايه? بتحافز على شكل الكائن الحي. رقم واحد. طيب. انا دلوقتي عندي نبات. ماشي. نبات بلاقي الصاق. نباتت له عشبيها بالذات. بتلاقي مثلا الصاق واقفة. ركز معها بريكلاك او حتى الاشجار اي نباتات. بتلاقي الصاق واقفة. والاوراك مش عارفة واضع وهكذا. شكلها ده اللي ادهوا لها الدعامة اللي فيه. سواء في السيولوجية او تركيبية. يعني يا جيو. دول هنشرحهم دلوقتي اصلا دول درسة النهاردة. بس فهم بس ان اول حاجة في الدعامة بتحافز على شكل النبات. ده في النبات. طب في الانسان انا واقف دلوقتي. ليه بقى مش عالا اربع اطراف مثلا زي الحيوانات كانسان احنا كلنا يعني. لان ربنا سبحانه وتعالى خلاء للدعامة بتاعتي هيكل العظم بتاعي. واقف كده. طيب الحصان او الحيوانات او غيره. لهم اربع. عليه الدعامة بتاعته من دياله الشكل ده. فرقم واحد الدعامة بتحافز على شكل كأن الحيوانات. طب وايه تاني بتعمل على وقيته واحميته. ركز مع الله يا بارك لك. سمي الله صلى الله عليه وسلم الله. الدعامة بتحميه وبتقيه من حاجات كتير هنعرفها. يعني مثلا النبات. ماشي. النبات مثلا عليه كيوتين من بر. عشان ايه? يمنع عملية التبخر او يقاوم عملية التبخر. ماشي. ركز معي. الفصل الرابع في المناعة هتلاقي الكيوتين ده مادة شمعية بتعمل اي بقى؟ ركز معي. حتى لو انت جبت تفاح. وحطت عليها ميا. عليها كيوتين من بر. بتعمل ايه? بالبلد كده بتخلي الميا متستقرش عليها. عليها من بر. بتزحلق الميا. بتوقع الميا. فما فيش وسط هنا مناسب لدمو البكتيريا. فحمته. ليه? وقعت الميا. مش الكيوتين اللي حمى بصورة مباشرة. ولكن هو وقع الميا. فما فيش وسط للبكتيريا تكون في المنطقة دي. فهنلاقيه الدعامة. دي مسال واحد بس واسعة وكتير. الدعامة بتعمل ايه? بتعمل على وقاية وحماية الكائن. طب ما تزاويد لي كمان كلمة. تعال دعمه. سمي الله صلى الله عليه وسلم الله. ها? بتلاقي وانت ماشي مثلا جنب اي قرية زراعية او اي رضي زراعية نباتة الفول او البرسيم او غيره واقف. اه. نسمي الله صلى الله عليه وسلم الله. اللي خليه واقف كده ويقاوم مثلا الرياح ويقاوم غيره الى حد ما. انا مش دعاء بالجزر دلوقت انا بكلمك على حتة معينة بتساعد في دعمه وقوته. ما هو بتدعم يعني بيقاوم الدعامة. اذا الدعامة عموما. الدعامة عموما بتعمل ايه? بتعت حاجات. سمي الله صلى الله عليه وسلم. بتحافظ على شكل الكائن. شكلي. شكل الكائنات الحاية. شكل غيره. شكل الخلانة نباتية وحواريك دلوقتي. بتحافظ على شكل. جميل خال. وبتعمل ايه? وبتساعد في الوقاية والحماية. وبتعمل ايه كمان ما هي اسمها دعامة. يعني ايه بتدعمه? يعني بتقوي. حلو الكلام ده. حلو الكلام ده. هتفهى مقتر لما اقول لك نوعينها دلوقتي وده بتحصل ازاي و بتحصل ازاي و هندلع و نفرم الدنيا. بس واحد 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 واحد. سمي الله صلى على رسول الله. استغفر ربك بالزلوب اللي تعريفها استغفر الله العظيم. طوبوا بقى وركزوا بقى. طيب. بحيضة اني تظهر قبل مبدأ في الدعامة الفيسولوجية على طول. انا فيش وقت حاجات بس من السنين اللي فاتت في الاحياء. عايزة افكرك بيها هتخدمنا قوي عشان نحل اي حاجة. ركز معي. سمي الله صلى على رسول الله. ها? خد حسنات ما تنعش. الدعامة في النبات. والدعامة في الانسان. النهاردة هنتكلم مين? عن الدعامة في النبات. الدعامة في النبات نوعين? فيسيولوجية وتركبية. طيب. وهقولك دي يعني ايه? وهقولك دي يعني ايه? طيب. الدعامة بقى في الانسان اللي هو الجهاز اللي هيكلف الانسان وهناخده الحصة الجاي. انا عايز اقولك الاول من السنين اللي فاتت. ركز كده الله يبارك لك. انا عندي الكائن. بتكون من ايه? هسقط مثال عليك. كانسان. ها? انا انسان بتكون من ايه? من اجهزة زي مين? زي جهاز التنفسي. الجهاز الهضمي. الى اخره. ماشي. طيب الجهاز ده بتكون من ايه? من اعضاء. يعني الجهاز الهضمي مثلا. هتلاقي في معده مريء والبلعوم. الى اخره. اعضاء عضو مع عضو مع عضو يدي الجهاز. طيب الوحدة البنائية اللي بتكونه. يعني ايه الوحدة البنائية? يعني ايه الحاجات اللي مسكت في بعضها? فدتني عضو. حاجة اسمها النسيج. اه. يبقى نسيج مع نسيج يديك عضو. عضو مع عضو يديك جهاز. جهاز مع جهاز يديك كائن. جميل. طيب. النسيج نفسه. عايز اخد منه حاجة. اناقي ايه الوحدة الاسية اللي بتكونه? يعني النسيج ده جدار. الطوبة اللي بيكونوا طوبة مع طوبة مع طوبة الديني جدار؟ الخلية. اذا وحدة ركز مع الله يا بارك لك. الوحدة البنائية بتاع النسيج هي الخلية. وده شغلنا كله عليها. ركز معي. طيب زود لعندك. الخلية دي. جواها حاجاتها جيو. ايه الحاجات دي؟ الخلية جواها حاجات اسمها عضيات. ركز معي. طيب العضيات دي جواها ايه؟ جزيئات. ها حتة كيميوه جزيئات وعناصر. الجزيئات بتكون من ايه؟ من زرات. بس في الاحياء بتبقى جزيئات بيولوجية. المهم. سمي الله صلى على رسول الله. تاني بسرعة الحتة دي. وافتكر معي وامش واحدة واحدة هترتاح. وهنخلص اول الناس في الجمهورة وهنراجع. ما تقلقش. بس واحدة واحدة واحدة. انسان او كاي. بتكون من اجهزة. الاجهزة بتكون من اعضاء. عضو مع عضو الجهاز. ها. الاعضاء. لو انا خدت منه حتة اسمها نسيج. لوحدة البنائية تحته. النسيج بتكون من خلايا. فالخلية. وده اهم حاجة في شغلنا. ها. الخلية تكون من عضيات. بلاقي فيها سيتو بلازم. وبلاقي فيها نواه ونوية وحاجات جوه كده. عضيات. وفجوة عصرية الى اخره. ها. عضيات. والعضيات بتكون من جزيئات. وجزيئات من زرات. وصلنا الادق واصغر حاجة هو الانسان اكتشافه. فدي عندك كده. زي ما هي. اكتبها لأو زودها لي. كاملة والكمال لله واحد. صعبك ده. ما صعبش. سمي الله صلى الله رسول الله بقى ها. ها. تعني اتمتع ونحنا بايه. بنشرح ونفا. ماشي. فيه حاجة كمان. اعزف الكارك بيه. اوجه الشبه والاختلاف بين مي. بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. جو جو. ليه هتقول ليش الفرق ومقارنة بين الخلية النباتية والحيوانية. يا باشا ما انا اقول لك انا هشتغل على الخلايا. في الحصة دي. والتي بعدها كمان. ركز. ها. او ممكن نخلصهم بالحصادي. ان شاء الله. يا مسح. ركز بس معي. طيب تعان قارن بين الاثنين. بص باشا. دي خلايا نباتي. ماشي. ودي خلايا حيواني. هتتعود على شكلهم. هنرسمهم. هنفرهم حاجات. بس انا عايزك من لمحة كده. تعرف شكل الخلية دي والخلية دي. اعرفها زي جي. رقم واحد. بص هنا كده. شايف انت الجزء الخارجي ده. الجزء الخارجي ده. اه. ده اسمه جدار خلوي. ركز مع الله بركلة. الجدار. فالخلية النباتية فها جدار. الحيواني ما فهاش. ماشي. هتلاقي فيه في الخلية النباتية. ها. عضاي كبير كده. دي فجوة العصرية. طب هنا. ها. فيه فجوات عصرية فس اصغر حجما. جميل خالص. سمي الله صلى الله. طيب. اه. كمان هتلاقي هنا. ركز مع الله يا بركلة. الخلية الحيواني زي ما احنا قلنا. ما فهاش جدار. فيها فجوات عصرية صغيرة. الفريم او الشكل ده بتاع الخلية النباتية هتكرر معاك كتير. فنعيزك تعصون اصلا بعنيك. طب تعال بالكلام العلمي بقى. سمي الله صلى الله. الشبا. دي موجودة فيها نواة. دي موجودة فيها نواية. دي فيها نوية. دي فيها شبكة اندبلازمية. دي فيها برضو. جهاز زيولوجي دي فيها برضو. البيتو كنداريا الها بتولد الطاقة. هنا وهنا. طيب اه. اما الاختلاف. كمان غشاء بلازمي هنا وهنا. اما الاختلاف بقى. سمي الله صلى الله رقم واحد. والكلام ده مهم عشان لنا هشتغل الحصة دي. الخليجة النباتية فيها الفجوة العصرية الكبيرة. ده اول فرق. الفجوة العصرية لا كلمة كبيرة. اركز معا من حاجة ما عليش احنا بتتكلم. يعني ايه؟ باشا في هنا فجوة عصرية. وفي هنا فجوات عصرية صغيرة. امال ايه الفرق كلمة كبيرة الله. يبقى في الخليجة النباتية اللي بميسها عن الحيوانية فجوة عصرية كبيرة. مهمة جدا 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 زود لها ثلاثة اربعة جدا من عند. وهقولك ببقى فيها ايه واهمية هي結aba ال. حسنا جدا واحدة مهمة بلاستينيات خضراء. ايه لها الحصة دي يا هيو، ركز. دايذة بلاستينيات خضراء فيها مادة الكولورفي. الكولورفل ده بعمل ايه؟ بعمل بناء ضوء. لكن في هذا الحيوان؟ الخليل الحيوانية. ركز معي. انت مثلا. ما انت مصادف كحيوان. انا اسم. انت وانت كإنسان. بلاش يا عم انت اقولك حيوان. كإنسان والحيوانات. ركز معي. انت بتعمل بناء ضوئي. يعني انت لما ممتك او ممتك الصبح قبل مجاكرتك بعد الفجرة اول ما الشمس تطلع. بتروح تلاك في لكون عاملة كده. بتعملي ايه يا فايزة بعمل بناء ضوئي يا ماما. اكيد لا. ركز معي. ما استحمر بجد منها نظهر. مفيش انسان ولا حيوان بيعمل بناء ضوئي ليه. مش محتاج. هو بتغذب طريقة تانية. اما البناء ضوئي. النباتات. اذا البلاستيديات الخضراء اللي فيها الكولورفين. اللي مسؤولة عن البناء الضوئي. اللي لقاها فين. في الخلية النباتية. ما لاهاش في الحيوانية. ركز في الحتة دي. حلو. ايه الحاجة التالتة. سمي الله صلى الله عليه وسلم. الجدار الخلوي. يا جماله. يا تكاتو. يا تركيزو. ده اهم اهم فرقة. طب ليه. الجدار الخلوي. الخلية حواليها جدار خلوي. بيعمل ايه. بيعمل حاجات كتيرة خار الخلية النباتية. رقم واحد. مثقب. يعني مثقب. بيسمح بمرور الماء والأملاح. اه هيعدي. مثقب. هيعدي. فتحات. هتعدي. ركز مع الله بيت الماء والأملاح. ماشي. تاني حاجة. بيمنع الخلية من الانفجار. ايه ده? بصها ماشا. اكتبها لي كده لحد ما اشرحها لك بالتفصيل دلوقتي. الجدار يمنع الانفجار. ركزي هذه. عشان نعادة خسر هذه. الجدار يمنع الانفجار. جزدك تقول ليه يا زي. الخلية الحيوانية. ما فيهاش جدار خلوي. اه. وانت قلت لي ان الجدار بيمنع الانفجار. اه. لسه هتشرحها لي ماشي. انا هفهمها دلوقتي. بس انت قلت لي يمنع الانفجار. معنى كده ان الخلية الحيوانية تنفجر. الله يسطرها عليك. في حالة واحدة. هقولها لك. لما تاخد مياه كتير ودعمل في السلجاجة بتاعتي تقبأ. هقول لك دلوقتي بس هي تقلتها. بس عايزك تعرف دي بتنفجرش. ليه? فيه جدار. فيه جدار حميها من الانفجار. واللحام ربنا. طب دي ما عندهاش جدار. لو زادت زادت في الحجم وانتفخت بسبب المية والدعام الفيسيولوجية وهشرح الكلام دلوقتي. زادت في الحجم في الحجم. تنفجر. اهم تكة واهم فرج. الجدار الخلوي. يبقى الفروقات بسرعة. ان الخلية النباتية. عاني الخلية الحانوية. فرقة في ثلاث حاجات. فجوة عصرية كبيرة. في فجوات صغيرة بس دي كبيرة. بلسنات خضراء. فيها كل روفل بيعمل بناء ضوئي. والحيوانات مش محتاجة بن ضحيق فجوة ينجي لاستخدراء. الجدار الخلوي هنا. ولا موجود هنا. جيد. طب الخلايا النباتية دي. والكلام ده كله. فجوه العصرية. والجدار الخلوي thì. فاني حتة في النبات. في الجزر. في خلايا الجزر. طب في الساق. في الساق. طب في اللي أوراق. في خلايا الأوراق. في الخلايا. في الخلايا. الخلايا موجودة هنا وهنا وهنا الخلايا. مف comification thee et what sam well. يا جمال. يا جمال وتركيزه. أنا جاهز معك. أنا تأسست. اللي بعده يا جيZA. يلا بين. انت جيت. كليلا ين اتي القادم سمي الله. سمي الله. صلى على رسول الله. الحدودة. ركز بقى معي. انا هقولك حدودت الحصة. وارجع اراها معك كلمة كلمة. وديك مستوات العلية دلوقتي. باستعلم نفهم الاول مع بعضنا. وهش اغبط كتير. وارجع ارتب لك الكلام دلوقتي. وتكتبه وراي حلو. الزيادة. خلال النباتية. جميل خالق. احنا قلنا. المميزات بسرعة. فجوة عصرية كبيرة. سمي الله صدر رسول الله. بلا سدات خضراء. عشان بتعمل بناء ضوئي. الجدار اللي هو مف يتبقب ويحمل خلية. وبيحمل خلية. وبيبداها شكلها. وكمان بيسمح بمرور الماء والأملاح. ويحمل خلية من الانفجار. الجدار يمنع الانفجار. جميل خالق. سمي الله بها صلى على رسول الله. انا دلوقتي كلام معك كله عن الفجوة العصرية دي. دي اهم حاجة في الحصة. ليه? قصد الفجوة العصرية. ركز مع الله يا بارك لك. فجوة فاء. بيحصل فيها دعامة فيسيولوجية. فاء. ركز. وهشرح لك ازال. وتعالى واحدة وحدة بقى نعرف ازاي. إن الفجوة العصرية بتعتمد عليها بان الدعامة levesmiolojie. اول percep. انا عايز которой تعرف سمي الله صلى الله عليه. دعامة فيسيولوجية. فجوة عصرية. مية. تاني تاني تاني. دعوة مليك. دعامة فيسيولوجية. فجوة عصرية. مية. ازاي اجيه الى اقولك. بس ما تعرف دعامة فيسيولوجية. فجوة عصرية تسل sociale الله عليه. يعني ايه ؟ سمي الله صلى الله عليه وسليل اله. لما يدخل يا حبيبي للخالية افهم معي. افهم تبدأ تتجمع أو تركز معظم المياه في الخلية في الفجوة العصارية ركز معاي بسم الله صلى على رسول الله وهقولك بتدخل ازاي بس اتقل ايه تقل المهم فالفجوة العصارية دي ركز معاي لما يدخل فيها مياه احصلها ايه احصلها انتفاخ حجمها يزيد زيادة في الحجم حجم مين الفجوة العصارية وتنتفخ فلما تنتفخ تضغط على الجنبها تضغط على البروتوبلازم اللي جنبها من النواية والسيتوبلازم اللي حواليها فتلزأهم في الجدار مش تلزأهم تلزأهم يعني تضغطهم تتفحهم نحو الجدار لو أنا واقف كده مكان وجنبي واحد صاحب هنا واحد صاحب هنا وأنا بتمطح وتعامل كده غابي أو أنا روحت زائده وزائده نحو الجدار يبا لما يزيد الحجم ويحصل انتفاخ بضغط على الجنبي سمي الله صلى الله عليه وسلم هقولك بحصل ازاي باستفهم فالفجوة العصرية الكبيرة لما يتجمع فيها ميا وتكتسب ميا تقوم تضغط على الجنبها فتضغط على البروتوبلازم فتضغط على الجدار افهم معايا كده بسميها اكتسبت دعامة فيسيولوجية ازاي هقولك بس اتقل طب يدينا مثال عشان نفهم لو انت ماشي في بعض الاماكن فيها حاجة خضراء او نباتات خضراء او حتى زارع قصرية زرع في البلكون الاصرية بتاعت الزرع اصرية بتاعت الزرع بس ما هو كده مهم سمي الله صلى الله عليه وسلم زرع في البلكون فانت في يوم او اتنين ناسيت ترويه فبتلاقي الصاق والاوراق حصل لها ايه ها ارتخاء او قربت حصل لها ايه زبول طيب اول ما تحطي لها ميا تلاقيها ها استقام الصاق والاوراق تاني تحس انها اكتنه تنفخ كده ايه اللي نفخوا بالبلد خالص ان الميا دخلت في خاليها الصاق وخاليها الاوراق فاتسبت دعامة في السيولوجيا دعمته رجعته حفظت على شكله ركز معي قوته دعامة التدعيم وتوقيئة ركز معي لها بريكلاي فاكتسب تاني ايه شكله فالقصة دي بتعتمد على وجود الميا مثال تاني لو انت عند حضرتك في رمضان بتلاقي في عندنا الزبيب ركز معي لها بريكلاي انت عارف الزبيب ده كان عنب ها يعني ايه يعني كان عنب الفجوة العصرية فيها ميا فالخلايا منتفخة وكبيرة الحجم اول ما طلعت الميا اللي فيها ايه راح تمنكمش التين المجفف نفس القصة هات تين مجفف كده في رمضان ها ادخل المطبق في رمضان وهات زبيبة وطين مجففة طبعا تخوش المطبق كتفة طبعا بتسلس يامك يعني هاتهم وحطوهم في ميا هتلاقيهم بدأوا ينتفخوا تاني ايه اللي حصل دخلوهم ميا فالخلايا اتجمع فيها ميا في الفجوة العصرية فزاد حجمها والكبر حجمها والتنفع خد فاكتسب الدعامة في السيولوجي طيب هقول لك بيضخوا المياه ازاي اتقل طيب الى عكس بق روح هات حبيت فول عارف الفول اللي اخضر الفول النابت ده او حبيت بسلة ماما بي بتفرط البسلة كده هات حبيت بسلة ها سلام ماما لو عامل بسلة باللحم الله العزيز انا اوطج من ببني جنبها البعادرة سام الله اسأل الله رسول الله ها وحط الفولة دي او البسلة في مكان يوم او اتنين هتلاقي بتنكمش ليه فقدت المياه اللي فيها وفقدت اللي ايه الدعامة في السيولوجي اخر حاج البلون هم وهشرح الكلام ده بالتفصيل عايزك تفهم البداية بس هم البلون هات بلونه منفخها ها لما تنفخ حجمها بيبدأ يزيد نفس القصة تبسبتها تنكمش تاني نفس القصة الخالية بيحصلها كده فجوة العصرية تزيد تضغط على جنبها ها فتنتفخ ويحصلها كبر في الحجم فهيديك دعامة في السيولوجي لو فقدت المياه اللي فيه دي ده الوقت كان دخلاها مياه فقدت المياه اللي فيه ترجح تاني تنكمش ها والبروتو بلازم ياخد راحته تاني والخالية يحصلها انكماش فتفقد الدعامة في السيولوجي الله يعني الحد دلوقت يجيه قال لي شوية معلومات صغيرة بس فهمتها ان الدعامة الفيسيولوجية هي عبارة عن مياه بالبلدي بالبلدي ها فين في الفجوة العصرية المياه لو طلعت من الفجوة العصرية فقدنا الدعامة دخلت في الفجوة العصرية ها تدي لي ايه دعامة طب سمي الله صلى على رسول الله زي الكلام بيحصل بقى تعالي نتدلع ونفهم واحدة 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 انا دلوقتي عندي خلية نباتين ماشي اتمنى خليةBuaza دالوقتي دلوقتي مثلا مش منفوخة الفجوة العصرية气 يعني ايه يعني حصلها ارتخاء ارتخاء او ذبول يعني ساق نبات دالوقتي و deleقيتها جبت خالية منه لقيتها كده سمي الله صلى على رسول الله فدلوقتي حصلها ارتخاء أو ذبول يعني الخالية دي انا عايزмcha تخطها دلوقتي الناس او وراغ اتمنى ما فيهاش الفجوة العصرية مش مليانة مية ولا ضغط على جنبها ولا قبر حجمها. حلو. انا عايز بقى دلوقتي ادخل لها مية عشان تتنفخ. تعال بقى معي. سمي الله اصل على رسول الله. لو انا جيت دلوقتي. هدخل لها ماء. حلو. انا عندي دلوقتي الشكل دهو. تحت اهو. اهو. ادي النبات. اهو. ها. 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 ارتخاء كده. والورق ايه ماله. ها. ارتخاء وزبول لحد ما هو والصاق. ماشي. دي خلية هنا. حلو. انا دلوقتي بقى عايز رجعه الاصله. عايز. مش لدي الاصله بقى. عايز يجري دلوقتي عن فيزيولوجية. عايزه يقفز. الالف. انت بقى. تعال نشوف. هدخل المية بحاجة اسمها خاصية الاسموزية. يا جمال. يا تكاتو. يا تركيزه. والخاصية الاسموزية دي خاصية فيزيائية. وهنفهمه دلوقتي. ركز معي. فيزيائية. سمي الله. صلى الله على رسول الله. فخاصية فيزيائية. بالطريقة الاسموزية. قبل ما شرحها لك. انا عايزك. خدنا ثلاث علامات. اجمع حمولك في الاخ. ثلاث. ان الدعام الفيسيولوجي. تحصل مية فجر عصري. بالخاصية الاسموزية. وهي خاصية فيزيائية. ماشي. ما هي الخاصية الاسموزية دي يا جمال. سمي الله صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي عزمتك على العصير. لا انت دلوقتي يعزمني. انا اصلا ايه. يعني تعبان. فانتو وامرهك وعندي دور برد. والله بدلت ارشح مية من كل ناحية. بحصل الناتح. ركز بقى معي. مهم يعني. سمي الله صلى الله عليه وسلم. انت عزمتنا على العصير. بجد. فانا دلوقتي انت اول ما تشرب العصير. اول ما تحط الشريموه في الكوباية هوا. هل المية او العصير. بيطلع الواحد داركت. ولا لازم. شد. اه. بشفط. يعني ايه. في قوة. في سبب. ركز مع الله يا بركلك. فبالتالي. المية عشان تطلع. ركز مع الله يا بركلك. من التربة. او من وسط. حوالي الخلية. وتدخل الخلية. محتاجة قوة. تشدها. القوة دي. هي. اسمها الخاصية الاسموزية. طب ايه يا جو هي. اصلا. الاسموزية دي. يعني. صل الله يا صل الله. الخاصية الاسموزية بتعتمد على. الفرق في التركيز. يعني ايه. ركز بقى معايا. صل الله يا صل الله. ركز بقى كده. لو انا جيت. هنا. غشاء. شبه. منفز. غشاء. ومهمة اوه. شبه منفز دي. شبه منفز. زي الغشاء البلازمي. ركز معايا. حلو. خاص. وحطتنا هو محلول. ركز. وهنا. محلول. اخر. وهذا محلول يا اثنين يمكن محلول وهنا بالنص Constantin يعني ما اصل بمحلول ؟ ايه ده مائة زرق وهنه في جزائهنا طويلة من الم narcos والزائبات باللول السود ده في هنا زائبات قليلة وهنا زائبات كتيرة يعني زائبات افهم سمي الله صلى الله عليه وسلم كلمة زائبات وركز هي المواد اللي دايبة في المزيب يعني اللي دايبة في المي المزيب بالنسبة لك في المثال ده المي مزيب يعني هو اللي دوب زي المي مزاب حاجة دابت زي السكر يا سكر راكز أو الملح فبالتالي الزائبات أملاح وسكريات حلوة أوي بسم الله صلى على رسول الله ويقوم كاتب لك إيه ركز كده عشان ده كمان حاجة هتحلي بيه يقوم كاتب لك هنا 7% ويقوم كاتب لك هنا 3% ركزي عشان حيطة دي مهمة 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 جدا هتفاهمك كل اللي جاي أنا دلوقتي عندي محلولين مختلفين في تركيز مين في تركيز الزائبات والمية جايو هو لما يقابلني حاجة 7% دي أصلا بيبقصده على إيه على تركيز الزائبات اللي هو المية والمالح الحاجة الدايبة فأنت تستنتج لوحدك لو 7% مواد دائبة أو زائبة يبقى المية كام 93% أنت لتستنتجها ماء تيجي هنا يديك مثال يقولك على خلية أو على حاجة 3% اعرف أن يا الزائبات يعني زائبات اللي هو الأملاح والسكريات 3% أنت تستنتج عشان تعرفت حل تقولي المية 97% ماشي يا جايو أنا كده عرفت أن هنا في مية وفي هنا مية في هنا زائبات وفي هنا زائبات دي ماء هوا ودي زائبات زين سمي الله صلى الله عليه وسلم سمي الله صلى الله عليه وسلم طيب إنجلس بقى فين خاصية اسمه ده في الموضوع وحد الله وقال بقبيض كده وركز معي دلوقتي أنا عندي محلولين بيفصلهم وسط شبه مونفز ركز مع الله بركلك ها والمحلين مختلفين في التركيز والمية يحصل بلهم خاصية اسمه زي نقل المية بخاصية اسمه زي يعني إيه والمية تروح من اللي فين سمي الله صلى الله رسول الله المية تروح فين أنا هعلمها لك بعلمتين أنت خد لك علامة فيهم وذكرها هعلمها مرة مرة بالماء ومرة بالأملح والسكريات بالزائبات اللي هي أملاح وسكريات فأنت بقى إيه العلامة اللي انت عايزت تماما المية المليان يكوب على الفاضي يعني إيه ركز معايا دي علامات ليك يعني إيه المية المليان يكوب على الفاضي باشا هو فين المحلول اللي فيه مياه كتير المحلول ألف وديبان المحلول ألف فيه كام 97 مي هنا 93 مي يبقى ده في مية أكتر من ده تنطقل بقى المية بالخاصية الإسموزية فرق مية وفرق تركيز أملاح وزائبات من ألف إلى باء ألاقي ده بيزيد مية بزيد مية بزيد مية وده بقل طيب يعني المليان توكوب على الفاضي من الآخر المية تنتقل أو المية تنتقل من تركيز أعلى في الماء إلى الأقل في الماء حلو دايما المليان توكوب على الفاضي اللي معه مية كتير لحد هؤلاء حلو خالص. طب علمها لي بالملح. يعني انا مش عايز اشتغل بالماء. عايز انسى جملة المالياني كوبة عرفاض دي. علمها بالملح. بصت باشا. علمها بال الفسيخ. او اللب. سمي الليها صلى الله صلى الله. بتحب الفسيخ او اللب? بأكلها بتحب اللب. بتحب الفسيخ. والله في ناس تقابلها والبنات والله فسيخ ياي وهم في البيت بيأكلوا بأيديهم بدل المغرفة. مش قصت. مش قصت. المهم ياي و بتاعه كده. الفسيخ حلو. مهم. كل لابنوا يجب الفسيخ. مصر كل لابنوا يجب الفسيخ. سمي الليها صلى الله صلى الله. مهم بجد. حطها في دماغ. اول ما اكل الفسيخ. او اكل كيلو لب. بحس ان انا عطشان. ليه? تركيز الاملاح. كانت املاح كتير. زاد. فعايز مية. فمن الاخر لو هتعلمها بالزائبات والاملاح. اللي عنده ملح كتير. عطشان يا كابتن. واكل في سيخ. يجي له مية. يبقى زائبات. كانت في سيخ. عطشان يا كابتن. عطشان يا كابتن. اكتبها لي كده. خد مية. يعني ايه؟ تعاني ش جو لإنجز ذائبات تلاتة في المية. ذا عنده ملح وزائبات كام تلاتة في المية. ذا عنده ملح وزائبات كام سبعة في المية. دا 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 واكل. دا 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 ده بين الفسيخ دا دا د باب اطشان يا كابتن يجي له مية. تقوموا المية وتروح له. علمتين تانين وطناته. سمي له. صلى الله رسول الله. لا. الخاصية الاسموزية. ما هي هذه الخاصية الاسموزية؟ قوة في بالك فيها. تجعل الماء تنتقل من وسط لوسط. عبر غشاء شبه منفذ. لأن عندك تخذ شيئا ما اسمها الانتشار. الانتشار ده ماية تتنقل من مكان ل مكان. لكن لا يوجد غشاء شبه منفذ. ركز معي. فالخاصية الاسموزية لازم غشاء شبه منفذ. اللي هو البلازمي عندك حضرتك. الغشاء البلازمي. ماشي. أنا دلوقتي في علمتين بسرعة. لكي نحل العلوم كثيرا وأفكار العليا بسبب الحاجة البسيطة. افهم البسيط تحل الصعب. عندي علمتين. عايزة أعرف الماء تذهب من اللي فين؟ لو علمتها بالماء من المليان الكوبة على الفاضي. الماء الكثيرة تذهب إلى الماء الآل. هذه 67 ماء و هذه 93 ماء. الماء تنتقل من ألف لبقى. وتزيد هنا بقى. ماشي. تسمي الله سعر رسول الله. لو علمتها بالملح الفيسيخ أو الليب. عطشان يا كابتن يدينه ماء. عطشان يا كابتن يدينه ماء. عايزة تراجع أنت وصحبك في الشارع و أنت ماشي. عطشان يا كابتن يدينه ماء. عطشان يا كابتن يدينه ماء. أي حد سيشوفك و يقول هبل. لكن لو قلت له أنتك في 3 سنوية سيقدرك عادي يعني. الناس دلوقتي تمشي تقابل الناس في 3 سنوية. يا حبيبية. عادي. مقدرين. فنمش تذكر و راجع على طول. في سيخ عطشان قال أدينه ماء. واحد يقول له عطشان يا كابتن يدينه ماء. مجد كميل. سمي الله سألأ 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 بكلكم. فعطشان يا كابتن يدينه ماء تنتقل من التركيز الأقل للتركيز الأعلى. هنا 7% زائبات و أملاح وسكريات. هنا 3%. مين اللي عنده ملح؟ مين اللي الوكل في سيخ؟ مين له عطشان أكتر؟ السبعة في الماء. تقوم تنتقل الماء من هنا إلى هنا. عطشان يا كابتن يدينه ماء. صحب الكلام ده؟ لأ عشان هنطبع على خلايا دلوقت. حلو خاطص. يبقى العلمتين دولة ضيبة لك لك اكتبهم. الماء لو أنا هعلمها بالماء. المليان يكوب عفاض. الزائبات في سيخ عطشان يا كابتن. اللي ليه ملح زيادة الماء تروح له. الملح يحب الماء. الماء بتحب الملح. الماء بتحب الملح. الماء بتحب الملح. الماء اللي هنا تروح له هنا. بسم الله صلى على رسول الله. تعال بعد كده أنا شرحت لك الجزء ده. بتاع مين؟ تعال خالص نمسح ده. سمي الله صلى على رسول الله. أنا هو شرحت لك ان رقم اتنين الخطوة التانية. ان يدخل ماء للخلية بالخاصية الاسم زي. ودي خاصية فيزيائية. بتنشأ من اختلاف تركيزات. وبتنتقل الماء خلالها وتعبر غشاء شبه مونفس. يعني حط الخلية دي في محلول أو وسط. اكتر منها في الماء ولا اقل؟ اكتر في الماء عشان ما تخش لها. الله المليان يكون مع الفضل. طب اكتر منها في التركيز ولا اقل؟ لا اقل منها في التركيز. عشان تبهيها اللي عطشانة فيها املح وزائبات كتير. فالماء تخش لها. جميل خالص. اصلا الفجوة العصرية فيها عبارة عن حاجات ماء وحاجات زائبة. فبسميها عصير خلوي. عصير خلوي او العصارة. حلو وحالص. تعال كم؟ عرفنا الخاصة الاسموزية هي الشليمو جميل خالص. تعال بقى لما يدخل الماء بالخاصة الاسموزية. فيه؟ في النباة. او في الخلية في الخلية عموما يعني النباة ايه؟ ايه اللي يحصل؟ تبدأ الفجوة العصرية تتمالى مية تتمالى مية تتمالى مية. يعني يحصلها ايه؟ كبر حجم وانتفاخ. حلو خالد. فاقل اللي يحصل لما يحصلها كبر حجم وانتفاخ؟ سمي الله صلى الله وصول الله. ألاقي الفجوة العصرية كبرة ودي النواهية ودي السيتوبلازم ودي المعوضيات تانية وميتوكندارية ويبلاستات ماشي موجود كلها. بس سلاة الفجوة العصرية حجمها زاد. يسمى الله صلى الله ورسول الله فعملت ايه؟ عملت ضغط ضغط على البروتوبلازم جيو البروتوبلازم دي حاج عيب لما حاجة ما مش عيبش هجول البروتوبلازم ده هو المادة الحالة في الخلية عبارة عن النواة والسيتوبلازم فيضغط على البروتوبلازم فيتجه نحو مين؟ نحو الجدار انا دغطت زقت اللي اتنين صحاب اللي جنبي بلونة وتنفوخها تتملأ دغطت على الاتنين اللي جنبي فلزقتهم في الحيطة نحو الجدار فالجدار اللي برا الجدار الخلوي اللي هو يمنع الخلية من الانفجار جدار يمنع من الانفجار يكون ماله يكون متوتر يعني مشدود هتأستك وشده يبقى متوتر مشدود سمي الله صلى الله عليه وسلم او يحصل له ايه؟ تمدد يبقى متوتر ومتمدد يا جمال يا تكاتو يا تركيزو انجز لما انت هنا الخلية اتملت مية وضغطت على الجدار ايه ده ايه ده ايه ده ضغطت على الجدار ضغط ضغط اه يعني في حاجة اسمها ضغط امتلاء بتضغط لبرا الخلية جواها ضغط امتلاء اسمه ايه؟ ضغط امتلاء يعني ايه؟ لما اتملت الفجوة العصارية فبتضغط على البروتو بلازل بتزوق انادها الجدار ها ركز عبدالغفار ها الله عناس الجميل مركزة ففي حاجة اسمها ضغط الابتلاء لما الفجوة العصارات ماله مية تضغط على جنبها ماشي سام الله صلى الله رسول الله يبقى احنا خدنا الخاصية الاسمه خدنا مين؟ ضغط الامتلاء جميل خالة يقوم الجدار اللي برا ها يسكت الجدار ده هوك الجدار ده هوك الجدار ده هوك الجدار الخلوي يسكت ما يسكتش يعمل ايه؟ يحاول يقاوم شوي يحاول يمسك الخلية ما يمنع الانفجار فالجدار الجدار الخلوي ده هو بتلاقيه لكل فعل رد فعل مساول عفو المقدار ومضاد عفو الاتجاه الفجوة العصرية بتضغط لبرا الخلال برا الجدار عايز رجعها تاني يضغط لجوه يبقى الجدار الا ايه بيضغط جوه يبقى ده ضغط مين؟ ضغط الامتلاء ده ضغط مين اللي بيضخل لجوه؟ ضغط الجدار سمي الله صلى على رسول الله طيب الخاصية الاسموزية بتدخل المياه من برا أصلا لجوه الخلية ماشي حرسين الكلام ده بالراحة بس اتقل او تعالى رسمولك مرة واحد دلوقتي عشان يمشي خطو خطو سمي الله صلى على رسول الله ومواحدة واحدة وهرجع لك كل الكلام تاني بسرعة رقم واحد انا عندي من اللي بيضغط الخلية بقى لبرا الخلية كلها لبرا بيضغط الخلية كلها لبرا ده مين؟ ده ضغط الامتلاء حلو الجدار يسكت؟ لا بيحاول يحافظ عليها وعي شكلها ويمنحهم الانفجار ويتقاوم شوي فده مين؟ ده ضغط الجدار طب المياه اصلا دخلت من برا الجوه من برا الجوه بشكل اسمها خاصية الاسمه زين ماشي في حاجة كمان هقول لك على هدلوقت الله العظيم انت ابن حلوة استاهل هقول لك لك معاي بص بقى علشت ما علشتش دم تقيل دم رخم انت اهم عجل مادة العلمية يعني حتى كنت تقولون في السنتر انت انا علشت حاجة حلوة اضحك حاجة وحشة وهب تقولو دمك واعديها واتحك منا عارف ان ابن تبقى رخم وانت علي ان الا اع teen وانت ق 선택 عن انفس الاضحك علشت الاسموذي ركز بعدها او ramps ما هو الاسموذي ركز معاي اع Tudah اعطيها ها تنجيز! سمى الله صليه رسول الله جمعة خليها نباتية وانا خليها نباتية ركز معي جمعة دلوقتي تركيز الملح فيه ملح ركز! عند جمعة اوه فوق اهو تركيز الملح فيه 9% تعيقاتك الملح تسعة في المين يبقى المياه كام? 91% ماشي انا خليه واجف جنب جمعة ركز معي بيعمل برنامج اسمه الجمعة يوم الجمعة باست الجمعة والله يمبازل جمعة يوم الجمعة انا اللي بزوج بعمل برنامج جامد يعني اسمه اصلا يخليك ما انتش فاهم حاجة جمعة معجومة فجمعة خلية في 9% ركز معايا تركيز 91% مية انا خلية هكتب فوق اهو فيها 3% تركيز زائبات يبال مية كام 97% يلا جمعة تعال نجيب بي سميل انت وهي باعد عن اخذر ركز بقى بجد بافصلك سوان عشان تبقى مستمتع باسفة دلوقتي من اللي فيه مية اكتر ده 91% مية وانا مليون مية انا عندي مية اكتر يبقى يلي يحصل ينتقل ماه من اللي فين ها؟ اه المليان يكب على الفاضي علامة المية المليان يكب على الفاضي يبقى المية اللي فيه تروح لي مية لجمعة فجمعة اللي يحصل فيه ها الفجوة العصره هو خلية نباتية فجوة العصره اللي فيه تتبالى مية ركز معايا فحصلها انتفاخ فتكسب دعامة في السيولوجي يتنفق الجمعة ركز معي علم هالي تاني بالأملاح جمع عنده كام ملح 9% وأنا كام 3% ركزت بالأملاح كان يجيوه كان قال لي أكنك وكل في سيخ أو لب يعني جمع عنده ملح عالي عطشار يا كابتن قدينه ماء فاتنقلت الماء كده بالإيه؟ بالخاصية الإسموزية فين بعت الضغط الإسموزي اللي انت بتقول عليه؟ الضغط الإسموزي أصلا هو القوى اللي حركت لأن ده عنده ملح كتير وأنا ملح قليل فالفرق في التركيز ملح أو سكر الفرق في التركيز هو القوى اللي عملت الفرق اللي عملت الماءل اللي عملت الخاصية الإسموزية الله طب يفرق جمعة دي ودي ابن حلاء وابن حلاء كان عنده 7% 9% تركيز و91% ماء وأنا عندي 9% تركيز و91% ماء ما حدش حسن من حد يا عم جمعة أنت عندك كم تركيز؟ 7% 7% ما تفضحناه 7% 7% 9% أنا مش ملحك براجعة بختبر ولا فكتة 9% عندك كم تركيز؟ 9% 9% ومية؟ 1% وانا عندي كم تركيز برضو ايه؟ 9% ومية واحد ايه؟ 90% بين الحبايب في فرق في التركيز؟ لا في فرق في المية؟ لا في ضغط الإسموزي؟ لا في ضغط الإسموزي؟ لا في ضغط الإسموزي الفارق في قوى تحرك من حاجة لحاجة؟ لا هيا في خاصية إسموزية هتحصل؟ لا أية حد سيأخذ من حاجة؟ لأ فاهمنا كده؟ يبقاء إزاً الفرق في التركيزات ده بعمل حاجة اسماها الخاصية الإسموزية شكرا جمعة أي م mult جمار عصد Patriots الله urate صعبة كده؟ لا ضغط الإسموزي غير الخاصية الإسموزية الخاصية الإسموزية ده ب الطريقة نفسها لعملية التي تحصل، عملية فيزيائية فيزيائية طبيعية... كلمة FABI tenga طبيعة؟ هة, طبيعية بتحصل مع اختلاف التركيز اللي بيخلها تتحرك القوة القوة دي اسمها الضغط الإسموزي الضغط الإسموزي يعني ايه اللي يفرق في التركيز الأملاح والزائبات كل ما الضغط الإسموزي يزيد يعني الأملح زيادة كل ما يكون عنده قوة أكتر كل ما يكون عايز مايه أكتر يبقى لما جاء أقول لك بالله عليك إحيات عيالك عيل عيل ركز في دي سمي له صعرا سلوه لما أقول لك الخلية دي عندها ضغط إسموزي أكتر يعني عشانة أكتر يعني أملاح أكتر زائبة أكتر. الله على ناس الجميل اللي مركزة. ماشي. المهم ضغط الازموجي قهارة معي الكلام ده وبالتركيز ونفرمه. فدلوقتي دي بعد ما اتملت مية اكتسبت حاجة سمعها دعامة في السيولوجيا. هي دي دعامة في السيولوجيا. طيب يجي مع الوقت وممكن على مدار اليوم مش لازم بعددة أيام. الخلية دي تفقد مية. وأنا يعرف فقد المية بكتير دلوقتي عملية النتحة تفقد مية عاجات كتير خالص عنه يعرف. تفقد مية فلما تفقد مية البلونة تنكمش تاني. فجوة العصرية تقل تاني. ركز مع الله بركلك. فتفقد مية تنكمش ترجح تاني مالهة. لكنها في سبول او ارتخاء في الساكل الاوراق يعني ها. بس انا بديك مساء على الساكل الاوراق الخلاف في النابات كله. ركز مع الله بركلك. فيحصل ايه سبول او ارتخاء. فاسمها كده فقط الدعام. يدخل لها مية تاني بالخلصة الاسموزية تكتسب دعام. تفقد مية تخسر دعام. الله ده اذا الدعامة الفيسيولوجية لو انا عايز اعبر عنها. اعبر عنها ازاي بتزيد وتقل وتزيد وتقل. يا جماله يا تكاته يا تركيز. ده دعامة في السيولوجية الله. طيب تكة مهم. سمي الله صلى الله عليه وسلم الله. يجي لك سؤال. وبتوع الأظهر يحل معهم العلل واختر والمصطلح. والعام برضو يركزوا فيها عشان السؤال المقاري من كتاب المرشد. سمي الله صلى الله عليه وسلم الله. دلوقتي اختر الدعامة الفيسيولوجية. دعامة سبتة ولا مؤقتة؟ مؤقتة. ليه؟ بتعتمد على المية الفجوة العصرية. اتمل المية في الفجوة العصرية انا عندي دعامة. المية مفيش. النبات ايه؟ يفقد دعامة هاي. طيب سمي الله صلى الله عليه وسلم لا. كمان سؤال جابت جدا. هل الدعامة الفيسيولوجية تشمل الفجوة العصرية بس؟ ولا تشمل الخلية ككل اللي هين سدينها مرجحه؟ الفجوة العصرية بس. اعطى صفوشك يا موتك. يعني بو كبر سيم للجموسة اللي قادة. بقشة 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 بقشة. سمي الله صلى الله بقشة بقشة. ببراحة بس وفهم. افهم عبس بس بالله عليك. دلوقتي هو الحاجة اللي بالنسبالك اللي انت فهمها الاساسية اللي تأثرت او الفجوة العصرية. بس الفجوة العصرية لما حصلها كبر وانتفاخ. افهم. ضغطت على البروتوبلازم لذئته نحوة الجدار. الجدار اصبح متوتر ومشدود. الله ده كله تأثر. اذا الدعامة الفيسيولوجية تشمل الخلية ككل صح 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 صح. وحتين سديك. طيب ليه؟ عد معي. لأن رقم واحد الفجوة العصارية اتأثرت رقم اثنين البروتوبلازم اتأثر رقم ثلاثة الجدار أصبح متوتر ومشدود وممتد فالجدار كمان اتأثر فالخلية ككل اتأثرت وأنا اتأثرت وأنت اتأثرت سمي الله صلى الله عليه وسلم بقيد النظار لو أنت عايز بقى المخطط ده ابقى رجعه وكتبه تادي سمي الله ونصلى على رسول الله تعالى نشوف الكلام ده أهو أدي خلية حصل فيها ابتصاص مية فالركز معاه هنا فالفجوة العصرية حصلها كبر وانتفاخ زادت الحجم 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 بتاع الفجوة العصرية فضغط على البروتوبلازم فأصبح الجدار متوتر ومشدود هلو خالص دايما مثلا بيبقى فيه مية فهو مشدود بعد كده احصل مثلا فقد في المية في الفجوة العصرية فيرجع تاني وبعد كده إلى آخره طيب عند النفس الخلية لو حصلها فقد في الماء تنكمش انكماش زبول فقدت الدعمة الفيسيولوجية يبقى دعمة الفيسيولوجية مية فجوة عصرية خاصية فيزيائية اللي هي الاسمه زي هلخصلك دلوقتي طيب فقد الدعمة الفيسيولوجية يعني ربط طبعا على طول بسط الكلام فقد دعمة الفيسيولوجية يعني فقد ماء اكتساب دعمة الفيسيولوجية يعني اكتساب ماء سمي الله صلى الله عليه وسلم فقد الدعمة يعني فقد المية بنسميها عملية بلزمة بنسميها الفلافز ده مهم بلزمة فقد الماء فقد دعامة بلزم تمام جميل خالص سمي الله صلى الله عليه وسلم يبان لحد الوقتي محتاجك تكتب لي دعامة فيسيولوجية جميل بتعتمد على مية في الفجوة عصارية بالخاصية الاسموزية وهي طريقة فيزيائية جيو انت بتأكد على فيزيائية ليه لان الدعامة دي فيسيولوجية التركيبية بتجي من ترصيب مواد ترصيب مواد يبقى تفاعلات كيميائية هركز معايا فدعامة تركيبية كيميائية اما دي فيزيائية كل كلمة ممكن تكون سؤال او مفتاح لسؤال الله فالتلخيص ده برضو مهم وقف الفيديو يكتب ورايا الفيديو ببساعة ونص ولا ساعتين بيدخل في دلت ساعات اربعة عادم انا بذكر لك لكن انا عاد في الفيديو بذكر لك سمي الله صلى الله عليه وسلم نكمل اهو عند نبات افهم بقى تعالي رجع اللي اخدناه عند نبات ههوات شوف في زبول الصاق والاوراق اول ما تدله مية هدله مية يبدأ يمتص المية بالخاصية الاسموزية الله فالخلايا حسى الله انتفاخه الكبر في الحجم شوف 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 اه فاخد شكله تحافظ الدعمة بتحافظ على الشكل ها دعمته قوته الدعمته تحافظ وتدعم ها تحافظ على الشكل وتدعمه بركز معايا بركلك ها وتحميه ماشي والحمى ربيه كده بفضل ربنا فرامنا الجوز ده خالص تعال بقى نشوف الكلام اللي نكتوب عندك ازاي ونقرام عاك اكد انه بذكر لك وزود لك معلومات يالله بي مما اصابك ناجل ان الخلية النباتية تتميز عن الحيوانية به واحد جدار خلوي في النبات مش في الحيوان مفيش في الخلية حيوانية جدار خلوي والجدار اكتب لجنبه يمنع الانفجار ها يتكون من صورة اساسية من الياف سلوليزية بص باشا خلايا نباتية الياف سلوليزية خلايا نباتية الياف سلوليزية خلايا نباتية الياف سلوليزية يعني ايه السلوز هتلاقي موجود في الخلية النباتية بس فيه في الخلايا وهي شحرك دلوقتي زي النسيج مثلا البرانشيمية والخلايا البرانشيمية بيبقى فيها سلوليوس اساسي ما بترصبش في حاجة تانية طب الكلونشيمي في سلوليوس ويترصب كمان عليه سلولوس. انت معك سلولوس؟ اه، طب خد كمان سلولوس. فترصب، فإذا حصل له ايه؟ ها؟ تركيبية كمان في السلوجية وتركيبية. هقولك دلالت كلام دلوقتي. ففي سلولوس أساسي ويدك له سلولوس. اسكرانشيمي في سلولوس. ركز مع الله بارك لك. وترصب كمان. فأنا عايز أقول لك ان خلية نباتية أليف سلولزية. اكتبع لي كده. خلية نباتية أليف سلولزية. على طول خلية نباتية أليف سلولزية. سواء أساسي أو ترصب. المهم خلية نباتية أليف سلولزية. ماشي؟ سمي الله صغر رسول الله. المهم الجدار الخلوي يتكون او بصرة أسية من أليف سلولزية. ها أهم يوتو بيعمل ايه؟ اقرأ معي بقى. يحمل خلية ويدعمها ويديها شكل محدود. طيب يسمح بمرور الماء والزائبات لأنه مثقب. فما يمر المياه، ما المياه هتخوش زال الخلية من خلاله. البلاستات الخضراء تقوم بالبناء الضوئي. ولما تعمل بناء الضوئي بتحول المواد الخام إلى الغذاء. طيب الفجوة العصرية بتاعت الحصة دي. كل الكلام عليها او أهم الكلام عليها. تقوم بتخزين الماء والمواد الغذائية. مية ومواد غذائية او فضلات لحد ما ممكن تتخلص منها. في محلول جواها بيسميه لعصير الخلوي. او محلول الفجوة العصرية بيسميه بالعصير مين؟ الخلوي. تستاهل مخك دي اضافات كده مهمة. ركز على فكرة ده كله تأسيس. بس انا اشرح تلك الدعام الفيسيولوجيه اصلا. يا خواخت بالك دي عندك في الملاج الفيسيولوجيه. والباقي تأسيس هو. مهم. تستاهل الخلال الحيوانية ليس لها شكل محدد. ليه؟ باشا باشا. ما كانش لهاش شكل محدد. عشان ما لهاش جدار. ما الجدار بيحمي وديها شكل؟ ما عندهاش. على عكس الخلية النباتية عشان ما فيش جدار خلوي. جميل. توجد الميتوكنداريا. الميتوكنداريا بتعمل ايه؟ اللي بتاخد المواد تطاقة وطلالك ايه تبيئ. هنعرف الكلام. ماشي. باعداد اقل نسبيا في الخلية النباتية الحيوانية. يعني الميتوكنداريا فين؟ اقل شوية في النبات. وكتير في الخلية الحيوانية. بيحتاج طاقة كتير. ماشي. اما البلاستوات الخضراء دي في النبات بس. عشان تعمل بناء ضوء. الحيوان ده ماشي بناء ضوء. يوجد في الخلية الحيوانية غالبا. اهو الحيوانية غالبا اكثر من فجوة عصرية. تсти في اناس صغيرة. many of them. ها خلية فجوة عصرية? كبيرة. تتكون الخلية النباتية الى جانبتHisلجار من البروتو ظ لاست والذي هتكون البروتو ظ لاست ده. تكون من أفتقة معي. الجشاء بلاسمي والبروتو ظ لاست. البروتو ظ لاست يتكهم سمى الله سدع رسول الله. تكون الغو ظ لاست يتكيم الغريت. يبقى البروتوبلازم هو المادة الحية أصلاً وحولها غشاء بلازم غشاء رقيق شبه مونفز شبه مونفز خاصة الاسمه لازم تعمر شبه مونفز والبروتوبلازم هو النواة والصيتوبلازم هو المادة الحية في الخلية سمي الله بقى صلى على رسول الله تعالى بعد كده نطرح الترقى الاسموزية اللي احنا لسه فر منها دلوقتي نعد عليها نقرأ تعريفاتها أكيدنا بذكرنا مش رحها تاني خلاص رحتها سنقرأ تعريفاتها أقول لك تكات مهمة ونخش على اللي بعدها سمي الله صلى على رسول الله أجمد يلا بينا سمي الله بقى صلى على رسول الله نكمل ركز بقى معايا تعالى من الأول هنا الاسموزية وتأثيرها على الخلايا النباتية والحيوانية لأنهم الاثنين بينتقل لهم مي بينتقل لهم مي ركز بس الحيوانات مفهاش جدار ففتان فجر بس الاسموزية موجودة الطريقة موجودة العملية موجودة الضغط الاسموزي يعني فرق التركيز من حاجة وحاجة موجودة سمي الله صلى على رسول الله طيب الأول محلول الفجر العصرية العصر الخلوي ركز معايا أنا هتكلمك في الاسموزية وتأثيرها على الاثنين بس تعالى بقى ناخو ده بنود بنود كده محلول الفجر العصرية بسميه ايه بسميه عصر الخلوي بيتكون من خريط متجانس بين مادتين على فكرة أقولك الكلام ده بس برجع معك كنا بذكر له تزوب إحدهما وتسمى المزاب سمي الله صلى على رسول الله حاجة دابت في حاجة ها اللي بيدوب ملح وسكر مزاب ده الأملاح والسكرية وتسمى بقى بتدوب في حاجة تانية وتسمى مين المزيب المي مزيب مية بيدوب المزاب يعني الحاجة اللي دابت اللي هي الملاح ومين والسكريات جميل خالص سمي الله صلى على رسول الله لو انت عند حضرك محلول مرتفع التركيز تركيز المواد المزابة أكبر من تركيزها في المحلول الوسط الخارجي يعني لو قال حضرتك مرتفع التركيز تركيزه كتير يعني الأملاح والسكريات اللي دايبة فيها كتير أكبر من بره فتقوم الماء وتدخل من إين؟ من بره الجو طيب لو أنت عندك محلول مخافض التركيز يعني مثلا محلول هنا سبعة مثلا تركيز وهنا واحد مثلا تركيز أنا بقرب بين الاثنين دلوقتي هو ممكن يجيب لك مرتفع التركيز كمطلق يعني هو فيه تركيز أكبر من البره مخافض التركيز كمطلق يعني هو جواه تركيز أقل من البره أقل من الوسط اللي جنبه اللي جنب ممكن يكون خلية أو وسط خارجي إلى آخره فبلاقي تركيز المواد أقل من البره ماشي إيه الخاصية الإسمه هذا دي؟ إحنا قلناه شرحناه خلاص مرور الماء خلال الأخشية شبه المنفذة الله لازم شبه المنفذة يا جمال أتكاتو اللي هي الأخشية مين؟ البلازمي الجدار وراغ شاب بلازمي باشيube هيمون في الشقل دماغ جهل بده بقى وسط تركيز الماء عالي آآ جهوه علمها باتنين وكتبناه المالياني كوبة على الفاذ أو أقل في التركيز ما هو مية عالية عكسها التركيز يبقى أقل في التركيز إلي هه وسط أقل في الماء عشان الملياني يكوب على الفاذ أو أعلى في التركيز عشان المية يدي له الإيه الفسيخ عطشان يا كابتن يدي له مي من مياه أعلى لماية أقل أو من تركيز أقل لتركيز أعلى رايحة عشان وعد شغال بالبلد يعني الضغط الإسموزي فرق في التركيز زي ما جبت جمعة طب لوحنا الاتنين نفس بعض مفيش ضغط إسموزي مفيش فرق في تركيز مفيش انتقال الضغط المسبب لمرور الماء الإسموز ده لمرور الماء خلال لأخشيه شبه المنفذة الليل بلازمي سببه ينشأ عن وجود فرق في تركيز المواد المزابة يا جمال يا تكاتو يا تركيزو سمي الله صلى الله عليه وسلم طبعا هنا توجد علاقة على ترضية بين تركيز المواد المزابة والضغط الإسموزي قلتها لك كلما المزابة الدايبة لأملحه سكات تزيد يعتش أكتر يبقى الضغط أقوى عايز مية يشفط ضغط الإمتلاء لما الفجوة العصرية ما لو تضغط على البروتو بلازمو الجدار نطع ضغط الإمتلاء يدفع الغشاء الخلوي نحو الخارج باتجاه الجدار الخليم نتيجة امتلاء فجوتها العصرية بالماء خلي بالك عندما يصل ضغط الإمتلاء الأقصى قيمة مهم أوي فجوة العصرية لما تتملأ خالص وضغطها بلازم ولزقته في الجدار إيه اللي يحصل سمي الله صلى الله عليه وسلم كده يقوم إيه اللي يحصل بقى اللي هو الجدار يقاوم دخول الماء المزيد من ماء الفجوة العصرية نتيجة امتلاءها وتوتر الجدار يبقى لما تيجي ترسم الفجوة الطريقة الإسموزية عايزك ترسمها لي كده سمي الله صلى الله عليه وسلم انت رسمتها لي كده ماشي إنها مؤقت بتزيد وتقل ارسمها لي برضو كده اللي هي عاملة ازاي زادت 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 طول ما الماء بتخش الفجوة العصرية بتنتفخ وكبر حجمها بيزيد فتزيد وبقى كده يفضل تسابت وبعد كده ايه لو حصل بسر فقد ماء تقل لي تاني المهم سمي الله صلى الله عليه وسلم البنحة دي أو عشان تكتبها وترسمها اكتب هنا الدعامة الفيسيولوجية ركز مع الله بركلك الفيسيولوجية وهنا الزمن فمع الوقت الدعامة بتتغير دايما بربط السين والصات تابع لي طيب هنا سمي الله صلى الله عليه وسلم هنا نكتب معدل الامتصاص وهنا الدعامة الفيسيولوجية جيو طب ما ممكن يحصل عوامل تانية باشا لما يرسم لك منحنة بين حاجتين مع اعتبار سبات باقي العوامل عشان ما تقوليش أصلي فيه عامل كذا هيأثر والنتح والحرارة أقول له ايه الدعامة واحدة واحدة يبقى الامتصاص كل ما الامتصاص في الأول معدل الامتصاص يزيد 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 الدعامة بتزيد ياللي بحصل وبعد كده الامتصاص يفضل ايه يفضل ثابت ما عاديش هتاخد ميا بقى لان الضغط الامتلاء بقى موجود والجدار بقى مشدود وكله يعني جامد يا محمود ولخص في سكيتش حلو هيا تطبيق ماذا لو هيا بنا نعرفها سمي الله صلى الله على رسول الله انت عندنا حضرتك واحد اسمه هاني وحاجة اسمها تهاني هيكملوا معنا فترة يا دول وهاقولك فكرته المهم فتأ فهاني ده راجل راجل دايما الرجالة ركيقة مؤدبين فعمل عملية ايه عمل تجربة كده على خلية نباتية طيب تهاني بقى هام جاستهوم دايما ايه خلية نباتية وش عارف كده لا لا خارج احنا نخش على الدم على طول عايز حاجة فها دم على طول ها ده 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 عملت تجربة على الكرة من دم حمراء يبقى حتى تلاقي الزوج دايما ايه رقيق كده مؤدب في البيت الست جاي له بقى طاصة من اي حتة شو ما من اي حتة ففاهم على طول السيدة المصرين بها اصدركوش المهم فإن اللي حصل بعيدا تذر سمي الله صلى الله خدت دم حمراء من دم هاني يجوزها يعني الله المستعاد المهم هاني يشتغل على مين خليه نباتية اه نباتية عشان فها فجوة عصرية هيات كبيرة وفيها جدار اما دي ما فيهاش جدار ماشي دي حيوان دي نباتية حطهم الاثنين في محلول مخفف بعد كده متعادل وبعد كده محلول مركز سمي الله صلى الله رسول الله اول حاجة محلول مخفف يعني محلول مخفف يعني المحلول تركيزه اقل من تركيز الخلية مخفف يبقى تركيز الخلية في القول عصير الخلوي عالي تركيز عالي عطشان يا كابتن يجي له ميا فإن الله حصل حصل ان الخلية امتصت المياه بالخاصية الاسموزية وتنفخت وقبر حجمها واكتسبت دعامة في السيولوجية طب انفجرت لا ليه عشان فيه جدار يمنع الانفجار ركزي عبغفار سمي له صد عصول الله طيب تهاني بقى بعد ما خلت خليت دمو حمراء من دم هاني لقيت ايه طب في محلول مخفف برضو اه يعني ايه يعني تركيز الاملاح هنا اقل من هنا فالملح كتير هنا او الزائبات فالمهم فيها يعني الزائبات اللي فيها الاملاح والسكارات اكبر من بره اكبر من بره عطشان يا كابتن تقوم مدخل له فاتت ملت اتملت 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 احدا ما تفرق ايه احدا ما تنفجر ليه مفيش جدار هوان لو جبت باللونة وهوان تنفخ فيها هتفرق دي شبهة الكرة ضم الحمراء الخليل الحيوانية طب لو انا جبت باللونة وحطتها بالايدية ركز كده بالايدية وعمل انفخ انفخ لحد درجة معينة مش ها ايدية ايدية اللي هي الجدار المية وبعد كده ايه هتنفجر لعدم وجود جدار يحفظها والحافظ ربنا طيب لو حطنا الاثنين في محلول متعادل يعني متعادل يعني الجوه الخلية قد لبراه الجوه الخلية قد لبراه زينا وجمعة انا معي وانت معي قد زيك زيك مفيش حد حسن من حد بس هينطق المية بالخاصة الاسموزية فهتفضل زي ما هي في الشكل والخلاء الحمراء فتفضل زي ما هي كلمة مركز ومخفف يعني فيه ملح كتير وسكرات كتيرة فهو اللي يشفط المي يشفط المية من خلية النباتية فحصلها انكماش اللي انا كنا بنسميها ايه بلزمة تفقد مية فقد دعامة في الشلوجية والقرات الدم الحمراء حصلها برضو انكماش تفقد مية يبقى طلب مركز هو اللي عنده ملح اعلى ومية قليلة هم الكوبوا فيه او مش الكوبوا فيه بقى ياخد المية بالخاصة الاسموزية تمام جدا فسمي الله صلى الله عليه وسلم اللي بعده مكمل اكتب بالله وملك لك كم نحن اتفقنا بالزمة يعني بالزمة اللي هو انكماش الغشاء البلازمي والكل المكوهات الخالية الجو عكس الانتفاق او عكس كبار الحجم الفج والعصرية لما تزيغط عليهم عكس اللي حدفة احدى دعامة فيه سما الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بعد ذلك لأنسجرة النباتية بسرعة هنا سأسكت قليلاً احتراماً لهذا السؤال الخبيث. ركزي هادي لكي نعدي على خير السنة دي. هو الكلام ده بسيط وسهل ومفوش خبيث. بس بيدخل في حاجات خبيثة. فركزي هادي لكي نعدي على خير السنة دي. بجد بجد بجدها للإظهار. عندك الأنسجة النباتية ركز. عندك أنسجة نباتية بسيطة ومركبة. تعال بسرعة نفتكر مع بعض الأنسجة البسيطة عشان مهم. عندك نسمي الله صلى الله عليه وسلم الناسجة البرانشيمي. ده شكله وهيقولك على دلوقتي وظيفته البرانشيمي والاسكرانانشيمي. ركز بقى معه الله يا بركلك. عايزك تعرفه بعنيك كده. يعني تعرف أشكاله وتعرف مهيزاتهم بدل ما مرجح. كسم الله صلى الله رسول الله. رقم واحد. النسج البرانشيمي نسج حي. الكلنشيمي نسج حي. الاسكرانانشيمي غير حي. هقولك ليه؟ ركز بقى معي. طيب. البرانشيمي عايز يعرفه بعناي قبل مشرح. أول حاجة هتلاقي الغشاء رقيق. غشاء رقيق. بالله عليك علمه. غشاء رقيق. تاني حاجة فيه فجوات بينية. حل. طيب. الكلنشيمي هتلاقي فيه تغليص شوية كده من السلوز. ترسب تاني سلولوز. طيب. ده ترسب سلولوز وترسب ليجنين وترسب سيوبرين. ده بات بعجنة. ركز مع الله بركلك. فبتلاقيه مغلص جامد بترصيب المواد. ركز مع الله بركلك. وممكن يكون واخد شكل خماسي كده أو سداسي إلى حد كبير. سمي الله صلى الله عليه وسلم الله. طيب. كده نعرضهم الشكل عشان هحتاجهم. في الحال. أول ما تشوف ده. رقيق وففجوات برانشيمي. طيب. ده مغلص شوية بالسلوز. ده كولنشيمي. طيب مغلص بالسلوز وواخد شكل سداسي إلى حد ما. ومغلص قوي. ده سكالرانشيمي. طيب. خلية نباتية ألاف سلوزين. يعني إيه؟ كلهم فيهم سلولوز. ده في سلولوز. مهم قوي ده. في سلولوز. سلولوز هنا أساسي. يعني أساسي؟ ربنا خلقه في الخليل ما ترصبش. وبرضه الباقي هو ربنا اللي بيخلقه. بس بترصبه. لكن ده بتاع الخليل. ما فيش حد داني. أنا معايا 10 جنيه. ولا ماشي في الشارب. ما حدش داني زيادة. هو معاه سلوز أساسي بتاعه. ما حدش داني زيادة. ماشي. طيب. القولنشيمي. في سلولوز أساسي. زائد سلولوز تاني. اترصب. أنا مع 10 جنيه. جاء حد قال لي اخو ده 10 جنيه. يبقى معاه عشرين جديه. فهو في سلولوز أساسي. واترصب كمان حواليها سلولوز تاني. سمي الله صلى الله عليه وسلم الله. فبقت الجدر مغلزة بالسلوز. جميل. طيب. هنا في السكرانشين. ركز الله بركلك. فح سلوز. ماشي. هو كده كده سلوز. كده كده لازم يكون فح سلوز. خلي خليه ركز مع الله بركلك. خليه نباتيه. ألف سلوزي. كتبها. خليه نباتيه. ماشي. وترصب بقى ايه. ترصب. ترصب ايه. ترصب حاجة زي اللجنين. ركز مع الله بركلك. طيب. هرجع لدي. هكمل دي. بس عايزك تكتب. اكتب لي ثلاث حاجات مهمية. انا عندي مادة السليلوز. ماشي. و مادة اللجنين. ماشي. و مادة اسمها الكيوتين. ماشي. و مادة اسمها السيوبرين. ركز معي. المواد ده منفذ. ماشي. اللجنين ده هو. ركز مع الله يا بركلك. اكتب لي جنبه بنقصين بخيل. ياخد ولا يديش. يعني ايه؟ يحب المية بس غير منفذ. الكيوتين لا بيحب المية ولا منفذ. طب السيوبرين لا بيحب المية ولا منفذ. طب ما تيجي اشرح لك حلقة تانية. ايه هو هنا؟ محب للماء. وهنا منفذ. السليلوز بيحب المية ومنفذ. يعد مية. مهم. طيب. اللجنين هو يحب مية. احب باخد. لكن ما حبش ما اديش. ما بانفذش. طيب الكيوتين. ها؟ لا حب المية ولا عايز انفذها. لا لا احلى وتقرصيني ولا تدي ولا عايز منك عسد. والسيوبرين نفس القصة. المواد مهمة لخصها عشان هنحل بها. نرجع بقى للكلاب. بسم الله صلى الله ورسول الله. كلهم فيهم سليلوز. ماشي. السليلوز اللي هنا في معا حاجة تانية. لا. طيب السليلوز. ها؟ كان صح صح. اه منفذ للمية. وبيحب المية. يعني. النسيج البرانشيمي. ها؟ او الخلال البرانشيمية. بتسمح بمرور او نفاذ المية. فتدي لي دعامة فيسيولوجية فقط. مهم الكلام ده بقى زودهولي. فيسيولوجية فقط. ليه؟ سمي لا صلى الله صلى الله عليه وسلم لا. حصل ترسيب لا. يبقى مفيش تركبية. اكتب لي برضو كده. فيسيولوجية. ميا فجوة عصرية خصياس موزيح. اكتب لي بقى. الدعامة اللي لسه انا اخدتها قبل شوية. اسمها تركبية. تركبية. اكتب لي ترسيب. ترسيب. او تر وتر. تركبية. اسمي الله صلى الله عليه وسلم. فطالما ما حصلش ترسيب هنا. يبقى مفيش دعامة تركبية. دعامة فيسيولوجية فقط. ماشر. زي موجودة في درنة البطاص. مهمة او المساء. في مسافات بينية. رقيق ومرن. ها؟ فيه آلياف فيسيولوجية أساسية. بتسمح بنفاذ المية. فالخلية وصلها مية. فتنتعش. فسيتو بلاثم حي. فهو اصلا زي ما كنت بقولها قبل كده حي. عشان نخلو مية. الوظيفة بيعمل بناء ضوية. بسعة التهوية اختزال المعادة زي النشأ الى اخير. ماشر. سمي الله صلى الله عليه وسلم. الكولونشيم. سليلوز. ماشر. وترسيب فيه سليلوز. ترسيب تركبية. الله. يبقى الكولونشيمي فيه تركبية. تركبية. زاد. سليلوز وسليلوز. هما الاتنمهم فيزيق. يبقى يدخلوا مية. فالخلية حية. والخلية لو ما يدخل مية. الفجوة العصرية تنتفخ وتزيد. فهو ديك دو عامة في السليلوزي. ففي دو عامة في السليلوزي. الله على الحيطة دي. يبقى فيل اتنين مع بعض. دي بوص صاحبك يا بوشي. اللي هو قابلك انت حبيل داد عمر ده كان بيجتمع يا ناردة. وهدوحش قوي. يا ابو العمر اه لا. انت عارف محمود. اه دا كان بيقطع فيك امبار. اللي هو معهم معهم علهم عليهم. بجد علم فيماك يا بوشي. معدي ومعدي. مع الفلسلوزي والتركبية. ليه؟ عشان نظر الترسيب. ط برضه سلوس. فمنفس فيدخل مية. ها؟ فيديك دعام فيسولوجي. وهو ترسيبي بتركبية الاتنين مع بعض. زي مين؟ ساق البقدونس. تحب البقدونس؟ قطع البقدونس على جبنة وتنبولة وفتوش. والله يعني يا الفهن. شارف ان هي نجعل حصات. مش قصة. المهم بجد ساق البقدونس. تلاقى ايه؟ تلاقى ايه مغلق. يعني. قوية شوية. بس مرنة برضه. قوية ومرونة. هي قوية ليه عشان ترسب سلوس. بس لسه مرنة. يبقى درقيق ومرن. ه دي قوية شوية ومرنة برضه. ليه ومرنة. ويتغلص بالسلوس. وحي. الوظيفة تدعم النباتة وتكسبه ليونة. زي ساق البقدونس. ركز. ماشي. لس كرالانشيمي. فيسللوس. ماشي. بس ترد مغلظة من اللجنين. يا انهارات جد. طيب يا جيو. هو ترسب فيه. اول حاجة الاول. ترسب فيه. يبقى دعامة تركيبية. الله. ترسيب تركيب. ترسيب تركيب. حلو. طب حال هنا بقى. دخلوا مية. لا. الفجر العسرية هتنتفخ. لا. يبقى فيه دعام في السلوجية. لا. يبقى ده في السلوجية بس. ده تركيبية بس. ده لاتنين. صاحبك ابو الشي. في السلوجية. وتركيبية. صعبك ده. ما صعبش. فيدي هنا. السلوس الزيادة. كان يكسبوا ليونة ومرونة. هنا بقى. يدي القوة وصلابة. زي الكميثرة. وين الكميثرة. لو انت فتحت الكميثرة. هتلاقي في النص في قلب كده. خلاس كرالانشيمي. سمي الله صلى الله رسول الله. بيكون شكلها. زي ما قلت لك كده خماسي أو سداسي. مغلزة بالجنيه. ماشي. بيديك كوة صلبة. حتى بديك ألياف وخلايا حجرية. خلايا حجرية يعني ميتة. يعني غير حية. نسيج الناسيج السكالرانشيمي. حجرية حتى من اسمها. هناخدها دلوقتي. ونفرق. أهم حاجات تلاتة دول تفرمهم. وهم بلغت. اللهم فاشهد. وتكون كتبتلي دولي. عشان كده ينبفرمنا الجزء ده وخلصناه. نخش على بعده. سمي الله صلى الله عليه وسلم الله. الأنسيجة النبات يا المركبة. زي نسيج الخشب واللحاء. ركز معاك يا سمي الله صلى الله عليه وسلم الله. ها. ده نسيج نباتي برضو. بس مركب. طيب. دوره ايه ودوره ايه. الخشب. بيدور من هو. ادي نبات. ده شعارات جزارية. ادي الاوراق. ادي الاوراق. ادي الاوراق هي. ودي الصاق. ها. وشعارات الجزرية. في في الطربة ايه. ماء زائد أملاح. تمشي الميا والملح. دور الخشب. ها. ياخد الميا والملح. اللي هو المواد الخشب. خام. مصر. خشب. خام. ياخدها. لكن انا جايب دلوقتي حاجات للبيت. وهاتبخ. اخدها. اوديها المطبخ. اللي هو فين? اوديها الورقة. الورقة. تعمل بناء ضوئي. فتطبخ. انا جدت لها مواد الخام. ميا والملح. عبر من? عبر الخشب. فتطبخ. ماشي. لما تطبخ. ميا والملح. وعملت بناء ضوئي. تديني غلوكوز. تديني غزاء. بتحول الطاقة الضوئية. او الشعاعية لطاقة غزائية. فهنا المطبخ. الورقة المطبخ. تديني غلو الجلوكوز. تركز معي. ها. فيرجع تاني الغلوكوز عشان يغزي النبات والجزور. يغزي النبات ككل عن طريق حاجة اسمها اللحاء. اه. يبقى الخشب ينقل المواد الخام. خشب خام للورقة المطبخ. اللحاء ينقل الغذاء. غذاء يعني انطبخ. بعد ما تصنع. طبخ والصصنع ده. حاجات ليك عشان تعلم بس الحاجات. يرجع تاني المين لأجزاء الورقة. هما الاتنين ده نسيج مركب. وده نسيج مركب. الخشب يتركب من اقعاء وقصائبات. سم بيقوم توسيل الماء والأملاح المعدنية من الجزري إلى الساقس وما إلى الأوراق. اكتب لي عليه بين المواد خام. ها. طلبات البيت. اكتب طلبات البيت. ها. اللحاء. ها. بيأخذ الغذاء. من قربيب. ها. غربالي. ووظفته. يقوم لقل المواد العضوية. مواد عضوية. عصرة جهزة. اكتب مواد عضوية أو عصرة جهزة. او. الغذاء. او. المواد الكيميائية. كل ده معنان اللي خلاص. عم فيه بناء ضوئي وانا جو كونت لك الجلوكوز. من الأور إلى أجزاء النبات. خلصنا الثلاثة أنسجة المهمين البسيطة. ودي النسجين المركبين الدعامة في النبات اللي احنا خدناها ما شاء الله. أول حاجة عندنا حضرتك الدعامة هي وسيلة بتعمل ايه. ها. أجهزة دعام بتعمل ايه. تدعم النبات. تحفظ عليه. وتحميه. وتحفظ على شكله. وتعمل على حمايته وبوقيته. بتكون اما فيسولوجية وتركبية. الفسولوجية دائمة ولا مؤقتة. مؤقتة. رجع معنا. طبرا خلاصة جوز كبير جد. ها. مؤقتة. بتتناول الخلية ككون كل. عشان الفجوة العسرية بتضغط على جنبها. وجدر يكون متوتر أو مشدود. فبتلبت أسعى كل. وهو ذلك بدخولي الماء إليها. اللي احنا فهمناه. وبايه. بالخاصية الاسم هو زي. حتى ياصل الفجواتها العسرية. اللي احنا فهمناه. يلا. فتنتفخ. ها. وتصبح الخلية ذات جدر متوتر. فتكتسب الدعامة. ها. النباتة الدعامة. وعندما فقد الماء تضعف أو تزول هذه الدعامة. فهي مؤقتة. خلصت. اللي بعده. سمي الله صدع صلى الله. ديناميكية حدث يعني ازاي بيحصل. لسه شرحالك في المخاطط أو الرسمة اللي انت عايز ترسمها. بيكون عندي في الاول. ها. بسرعة. ادي الخلية. ماشي. اللي بيحصل. بيدخل الماء. بالخاصية الاسموزية. نتيجة الضغط الاسموز. فايزت في ايه. كبر. وحجم الفجوة العسرية. فتضغط على مين. ها. تضغط على اللي جنبها. على البروتو بلازم. فالبروتو بلازم ايه اللي يحصل. ها. يضغط على الجدار. فتنتفخ الخلية. اللي احنا كنا بسمينه من شوية. تعال نقرأ. يدخل الماء بالخاصية الاسموزية. الفجوة العسرية. يزيد العصير الخلوي. ويدغط على البروتو بلازم. على الجنب. ويدفعه نحو الخارج. فإزال الضغط الواقع عليه. ها. وبذلك تتفخ الخلية. وتصبح جدرها متوتر. وتدي لي دعامة في السيولوجية. سمي اللاس العرخوليها التركيب. أو التركيب. الخلوية الأساسية المسؤولة عن الدعامة. ايه الحاجات الأساسية المسؤولة عن الدعامة. فجوة عسرية غشاء بلازمي جدرها خلبي. هي بتؤثر في الخلاكة كل بس الحاجات الأساسية المسؤولة عن الدعامة. فجوة عسرية غشاء بلازمي جدر خلبي. بعبر بها عن الزمن اهو. مع الزمن. لما الزمن مع مرور الوقت بيزيد دايما برجع وبقرق كده من ناحية سين. ها. وده التابع لي. صاد يعني. المحور صاد. مهم. مع الزمن اللي يحصل قوة الدعامة. الشكل التالي يوضح هو. احنا شوفنا لسه ده من شوية. هنا اديت له مية. وكان فيه تركيز الأملاح عالي. أو الزائبات يعني الضغط عالي. ضغط الاسموزي. فهياخد م مية. فهينتفق ويكبر حجمه اهو. ويديك دعامة. طيب. العكس بقى. يعني ايه. محلول ملح. يعني ده ملح 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 مركز. هنا الملح الكتير. اكتر من نبات. ها. هنا ملح كتير. فلو كبته عن نبات. ملح كتير. عشان يا كابتن. ياخد مية من نبات. اه. فيحصل ايه. فقد في الدعامة الفيسولوجية. يحصل بلزمة. خلصت. شرحنا من شوية. المثال. قلنا برضو. استعناقرا بسرعة. السلام الله صلى الله عليه وسلم. اكتساب الدعامة الفيسولوجية. زي استقامة سوق. دمع ساق. استقامة. ها. سوق. واوراق. النباتات العشبية. جميل. عند الرأي. لما رويها برأي التربة. والجزرة. او الشعاعات الجزرية تاخدها وتوسط. ايه لا. اخيره بقى. ها. نتيجة دخول الماء. الفجوة العسرية. هنا زبول وارتخاء. سوق. واوراق النبات العشبية. عندها جفاف. ماشي. هنا عندك وحضرتك. هنا كان هنا. في دعامة. فقد الدعامة. بقى كده. اكتسب دع دعامة. اخد الشكل بتاعها. الامثلة التانية اللي احنا قلناها برضو. سام الله صلى الله عليه وسلم. انتفاخ وكبر حجم طمار الفاكهة المنكمشة. الضامرة. زي الزبيب. والتين المجفف. احنا قلنا. تحطه في مياه. يزيد. ده دعامة في السيولوجية مؤقتة. او العكس انكماش بعض البزور الغضة. غضة يعني فيها مياه. اللي زي الفول. والفول الاخدر. والبسلة الى اخيره. اهو. ده كان. فول. ما فيوش مياه. ما فيوش دعامة في السيولوجية. ادينه مياه معuna بكم. proximتي استمعت دعامة في السيولوجية. هنا العكس. بقى كان الغضر في مياه. فيه دعامة في السيولوجية. فقط مياه. بقى. نتائج بفقده اكتسب الدعامة في سيولوجية. اسمي الله صلى الله عليه وسلم. اللي احنا قلناها بقى. بص. كلما زداد. ها كل couple kamu're right. يزداد. بقى؟ بفقد الدعام. يعني انا خلي. سمي الله صلى الله عليه وسلم. ورة معي ما اجد اماكن خليDD. ماياشات. اهلا بك. سمي الله صلى الله عليه وسلم معي. ما هيش. اهلا بك. ما الذي يزيد عندي عندما افقد فقد دعامة، فقد دعامة يعني فقد ماء فلما فقد ماء وابدا انكمش اللي يزيد جوايا، الماء طلعت، تسيب لي الأملاح الماء كانت مروقان ومنعشت النشان ومقاللها التركيز فالماء طلعت، فتسيب لي الأملاح والسكرات والمواد الزائبة فبعد شاء، يبقى أول شيء تزيد مع فقد الدعامة تركيز المواد المزابة في الفجوة العصارية ما طلعت، كابتن، سيبتني مع الأملاح والسكرات لوحد يا كابتن شهر، شهر يا كابتن، تمام؟ فأول شيء تزيد مع فقد الدعامة تركيز الزائبات اللي هو الضغط الاسموزي، قوة العطش من البلد أو بعلمتنا، اه، 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 ضغط الاسموزي اللي يزيد بقى لما اكتسب دعامة، لما اخد دعامة تاني اكتسب دعامة اكتسب ماء تاني، اللي يزيد معايا تزيد الماء جواي، يا سبحانه الملك، يزيد ضغط الامتلاء حجم الفضوة العصرية وضغط الامتلاء طبعاً تحرك الغشاء البلازمي من جهة الداخل عند فقد الدعام الغشاء البلازمي، اللي بعد الجدار والوجوه بعد سيتو بلازم والبروتو بلازم، فمع الله بركلك النواة والسيتو بلازم والبروتو بلازم نحو الداخل لما يفكو الدعام، ونحو الخارج لما الفضوة العصرية تضغط عليه لما تكتسب ماء؟ دعامة، العوامل التي تؤثر على الدعام الفيسيولوجي بسم الله صلى على رسول الله، ركز في حجرته بلازم اللي يكون ترضي مع الدعام الفيسيولوجي ترضي مع اكتساب الخليل المية ركز معاك عن شوف رقم واحد عدد الشعارات الجزرية ولما قلك علاقة بين اتنين سبت باقي العوامل عشان ما تقوليش يا جوجو افرض انا زودت عدد الشعارات الجزرية يعني زودت بتصي المية بس البخر شديد والنتح شديد تبخر شديد والنتح شديد الله بقولك سبت باقي العوامل يعني كل العوامل سبتة دي بس لتغيرت فالدعام ايه تزيد ركز معاك المهم فسبت كل العوامل وحط الاتنين عدد الشعارات الجزرية باشا سمي الله صلى الله رسول الله انت عندك ثلاث حاجات بفروق اوه في الدعامة للنفسورجية ركز كده الله بارك لك رقم واحد عملية الانتصاص رقم اثنين عملية النتح رقم ثلاثة البناء الضوئي احيات عيالك عيل عير تركز معاك الثلاث عمليات عمليات دول عوامل بتتوقف دي عمليات بقى مهم لما يزيد الانتصاص مع سبات بقى العوامل ها يزيد الانتصاص مع سبات بقى العوامل يعني هكتسب دعامة فالدعامة في السورجية زيد طرد لما يزيد النتح ركز معاك مع سبات بقى العوامل يعني الانتصاص سابت معدل سابت النتح تبخر المياه من نبات يعني فقد المياه هو اللي زاد عكسي مع الدعامة في السورجية طيب البناء الضوئي هنعرف اللي بيحصل دلوقتي ما هو البناء الضوئي لما يزيد مع سبات باقي العوامل هيزود الجلوكوز يزود الغذاء يزود تركيز الحاجات الدايبة فتحتاج ميا هشرحالك دلوقتي بس سأعرف الثلاثة عمليات ايه امتصاص نتح بناء ضوء هنبدأ بالتنين دولت دلوقتي الربطهم الفنماك الامتصاص لو زاد باخد مياه كتير ادعمة زيد مع سبات باقي العوامل طب النتح زاد بفقد مياه كتير تفقد الدعامة مع سبات باقي العوامل تعالي شو باقي والبناء ضوهة اقول لك عن دلوقتي المهم سمي الله بقى صلى على رسول الله تعال ركز ها اول حاجة عدد الشعارات الجزرية لما يزيد سمي الله صلى على رسول الله يركز معاه على الشعارات الجزرية كتير 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 مع سبات باقي العوامل اللي يحصل الامتصاص الامتصاص ود النتح ها الامتصاص يزيد يعني يزيد ساهم التحتي قلب ها علمات من نجز المصاص يزيد. فالمتصاص يزيد. الدينية مية. التوقع الدعمات في سنجات زيت. اللي بعده شاعرات جذرية زيادة معادة المتصاص اكتساب دعمة سيفجية. اللي بعده سمكة طبقة الكيوتين. ركز مع الله يا بارك لك. الكيوتين زاد قوي فمش هيحصل طبخور كتير مثل نابات الصحراوية. اللي الصبار وغيره اللي بعيش في السحراء بصفة دائمة ولا دائم الواجه اللي لا. بيكون من ضمن خصائصه إن بيكون طبقة كبيرة من الكيوتين بتمنع فقد المي ولا حاجات تانية بس تمنع فقد المي ماشي فدلوقتي لما الكيوتين زاد النتح يقل مش هيفقد كتير مع سبقات باقي العوامل ها في إلي يحصل فيحصل زيادة في الكيوتين تؤدي إلي تقليل النتح تؤدي إلي زيادة في الدعام الفيسولوجي مش هفقد ما كتير هفضل جميل فده اكتساب دعام الفيسولوجي ركز ليه بقولك دايما مع تثبيت باقي العوامل لأنه ممكن يجيب لك مثال حاجتي يقول لك مثلا لو أنت زودت امتصاص وزودت نتح بمعدلاء دليها إجابة أو لو أقول لك زودت امتصاص وقللت نتح دليها إجابة طب قال لك زودت امتصاص بس مع سبقات باقي العوامل ديها إجابة فركز أنا بتكلمينها مع سبقات باقي العوامل إن شاء الله وجاءت لك كده وهنحل وهنفر مدين بإذن الله فتعاي نشوف سمي الله صلى الله عليه وسلم لها اتنين دي ممكن تكون ايه ركز معاي مع عكسي لو هي موجودة الدعامة التي جاء عكسي يعني عكسي تفقد ميا تعاي نشوف سمي الله صلى الله عليه وسلم لها أنا عند الوقت رقم واحد درجة الحرارة لو زادت مع سبقات باقي العوامل زادت آه النبات يحصلون نتح يعني نتح أصلا تبخر الميا أو فقد الميا ليه؟ مش أنت لما جسمك بيسخل بتعرق آه ليه؟ عشان تلطيف درجة الجسم عشان خفض درجة الحرارة النبات نفس القصة مع درجة الحرارة وعملات كتيرة بيفقد ميا عشان تلطيف وخفض درجة الحرارة المهم فدلوقتي الحرارة لما تزيد آه النبات يعرق مش يعرق بقى ده غير علمي بقى سي فهمك يعني يعرق يا جوه علميا لا أقول لي علميا يعني يفقد ميا تركز معايا ها فلما يفقد ميا الدعم الفيسولوجيات فعكسي درجة الحرار نسمي الله صلى الله عليه وسلم لا درجة الحرارة لما تزيد ها يزيد معدل نتح وفقد الميا فتفقد الدعم الفيسولوجيات عدد الثغور في الأوراق آه ها 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 ركز 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 بصها شبح بص شبحها يا لو أنا عندي نبات فيه ورق الأوراق بفيها ثغور الثغور دي اللي بيحصل بخلالها النتح فقد الميا فلو عندي نبات فيه ورقتين ماشر وعندي نبات فيه أدي ورقة أدي الثانية أدي الثالثة أدي الرابعة أدي الخمس خمس ورقات وكل ورقة عليها ثغور ملي فيها ثغور أكتر باكز يا صغندوط ملي فيها ثغور أكتر ده ألف مثلا وده ما النبات ألف ليه أصل فيه أوراق أكتر ها ها ملي ينتح أكتر يعني يفقد ميا أكتر ألف فبالتالي كل ما يزيد الأوراق أو الثغور مع سبات باقي العوامل يزيد النتح ولما النتح يزيد يفقد ميا فيفقد دعامة فيسيولوجية يا جماله يتكاته يتركيزه مهم الرسمة اللي فادي دير سيمها وقف الحصة وكتم بتتنعش أو عاد الصغور بيزود معدل النتح بيزود أو بيزود يعني يعني العكس مع دعامة فيسيولوجية بيؤدي إلى فقد دعامة فيسيولوجية بعض العملات بقى اللي بتؤثر على الدعامة فيسيولوجية قلنا امتصاص ونتح قلنا بنقضاءه سمي الله صلى الله عليه وسلم تعان قارنهم لما يكون معدل الامتصاص أكبر دي أكبر اكتب لنا أكبر أكبر من نتح هاخد أكتر مطلع يعني فيها ميا كتير تزيد الدعام أهو يكتسب دعام طيب عندما يكون الامتصاص أصغر من نتح أنا بعرق كتير وبشرب قليل هفقد ميا ها يبقى يفقد الدعام طيب عندما يكون أنت حقد الانتصاص هيا حافظ على الدعامة الفترة دي الفترة دي لأنها متغيرة ومؤقتة عملية البناء الضوئي البناء الضوئي لما تزيد عدد البلاستين الخضراء العكس بقى ها افهم زاد البلاستين الخضراء وزاد الكولوروفل يبقى يزيد ايه البناء الضوئي يزيد ميل الجلوكوز اللي هو مزاب يعني الخلايا يكون فيها مزاب كتير تركيز كتير وكل في سيغ عدشان يا كابتر ما هو بص اعمل أكن البناء الضوئي ده أكل غزاء ها في سيغ أول ما مكل كتير عدشان يا كابتر يبقى قوة الاسموزية وضغط الاسموزية عالي ها زيادة البناء الضوئي بيزود ميل السكريات النتجة منه فيزود تركيز تركيز ها الحاجات الدائبة المزاب في الفجرات العصرية فيزيد انتقال الماء للفجرات العصرية من خاصية الاسموزية وبعد كده بعدها على طول ها تزداد الدعام الفسيولوجية يبقى البناء الضوئي لما يزيد بيزود الاول تقول لازم يزود التركيز فيزيد ضغط الاسموزية فيزيد الانتقال الماء فيزيد الدعامة مين الفسيولوجية مهم من دور خدهم السكريات أنا أسف. سم الله صلى الله عليه وسلم نكمل دعامة تركيبية. ركز أرضنا خلص ديك المئتين. باشا قلت لك تركيبية تركيبية تركيبية. فوق معي. سم الله صلى الله عليه وسلم نأخذ حسنات ما تتنعش. تركيبية تركيب. طيب. تركيب إيه؟ تركيب إيمي الجنيب. ييمي كيوتي. ييمي سيوبريم. أو سيلوس كمان. ركز. طيب. المهم يكون فيه تركيب. فهو كيميائي. احنا قلنا. إن الدعامة الفيسيولوجية فيزيائية. أو بيدخل لها المية بترافزيائية. اسمه زي. طيب. دي بقى كيميائي. عشان ترصيب. أو حيشتقون بترصيب بعض المواد. زي الكيوتيين والسيوبريم. والسيلولوز والليجنين. قلنا ده منفز. والتلاتة دي مش منفزين. ماشي. على جدر الخلايا أو في أجزاء منها. يبقى على جدر الخلايا ككل أو جزء منها. زي البشرة بترصب الكيوتيين والكيوتيين فوق. بس. ركز. ماشي. التركيب الخلاوي على الدعام المسؤولة. ده جدار خلاوي. برضو الجدار الخلاوي هو مسؤول بقى عن الدعامة دي. مع الوقت بقى لها سبتة. بس متغير. هو بتزيد لحد ما ترصب. طيب ترصبت خلاص ستتكمل. فمع الله يا بارك لك. أما الفيسيولوجية كتب تزيد. لكني سبتة. طالما موجودك تسبت خلاص. أنت بنيت جدار. بنيت حيطة. بنيت بيت. دعامة تركيبية سبتة. رصبت في حاجات فوق بعضها. خلاص سبت. تقول كمان لاحد. ركز معي. فبتكون معبرة بالشكل ده. مع الزمن. الزمن بيزيد. بتقرأ من محور سيدي. الزمن بيزيد. الدعامة سبتة. ديناميكات حدوثها. ازاي بتحصل. بالترصيب يا عم. انت لسه اقل لي. اهو. يعني حاجتين. بترصيب المواد الصلبة. ليه. بهدف حاجتين. زي ما قلت لك. رقم واحد. برس بالمواد الصلب. اه. عشان تدعم النبات وتقوي. زيادة قدرة خلال النبات الخارجية على الحفاظ على الأنسجات الداخلية. يبقى عمرت حماية ووقاية للجوه. اللي بره يقوى. ويبقى صلب عشان يحمل لجوه. جميل. تركز معي. وهقولك الهدف الثاني في الفلسل دون منع او فقط الماء من خلالها. ازاي كانوا يحصل عن طريقها من نبات بايه. زيادة سمك جدر خلايا البشرة. وبخاصة الخارجية منها. الخارجية منها. لما يزود سمك رقم واحد. طيب يزود او يرسب مادة الكيوتين غير المنفذة على جدار خلايا البشرة من بره. من بره. من بره. من بره بس. الكيوتين من بره. ها في البشرة. غير منفذة. فيحمل ويقي اللي جوه. ماشا. احاطت نفسه بطبقة من خلاياة في اللينية. بص الشجرة دي. شايف التجوزي ده دي خلاياة في اللينية. بترسي فهمداتende. سيبرين في اللينية. سيبرين في اللينية. بركز معاه. فبيحط نفسه بطبقة من خلاياة في اللينية غير منفذة للمية. مرافذة فيها السيبرين. سمي الله صلى الله رسول الله. جميل خالص. طيب. ده الحدف الاولان. طيب الحدف الثاني بتاع الدعمة التركيبية Terms. سواء الجنين. او سيبرين. زي خلاياة في اللينية. سيبرين في اللينية. او ترسيب حتى السلوز. قولنا. بيحمي تاني حاجة اكتساب Theory. قوة. وصلابة. من خلال الرصيب السلولوز أو الليجنين أو السيوبرين ماشي في الخلاك كلامشيبية ويالسكررانشيبية شرحناها والله فاكر دي قلناها صاحبك أبو الشيين اللي كان في النص كان فيها في السيولوجية زائد تركبية لاتنين تنفذ مية ورسيب السليولوز والسلولوز منفذ فدعاء في السيولوجية وتركبية لاتنين طب لليلسكررانشيبية كالتركبية فقط طب ليا شبح ها لأنه فاحت تغسيب بس تقصيد بقى لجنين سيوبرين ماشا ودي كتت حية والبرانشمية حية دي كتت غير حية لكتسب القوة والمرونة زي ساقل باقدونس مرونة ها ودي ركز معايا بتزيد قوة وصلابة زي الألياف والخلاحة حجرية بقى الألياف والخلاحة حجرية ها فيهم لجنين لجنين فيدوم قوة وصلابة خلاحة حجرية من اسمها طيب الكولانشمية بس اللوز زيادة بس تدها ايه كوة بس برضو ايه مرونة يوجد اوه في ساقل باقدونس وحتى مهم قوي وعناق الأوراق عشان نحل عناق الأوراق النباتية يغلو فيها الكولانشيمي وبعض السقان زي ساقل باقدونس الاسكرانشيمي بقى في الغلاف الخارجي للبزور زي بزرة الفول المكسرات زي البندق اللوز ها وفيه كمان لأنسجة او بعض أنسجة زي الكوميترا يبقى في المكسرات بندق اللوز من بره جوه في الكوميترا شرحنا الكلام ده وفرمناه موقع هذه الخلاك الكولانشيمية والاسكرانشيمية وممكن توجودها وانشرها بيدعم النبات يدعم النبات دي دعم قوة ومرونة قوة وصلابة الياف وخلايا حجرية بيتة السلام من الله صلى الله على رسول الله حاجات باتستهل مخك وبخلصنا خلاصها جزء الشرح توجد دعامة فيسيولوجية وتركيبية معا في خلايا بشرة الورقة والخلايا الكولانشيمية لسه إن الكولانشيمية فالاتنين يلعب الكويتين دور مشترك بين الدعامة التركيبية والفيسيولوجية إزاي في النبات حيث هو ترصب على جدر خلال بشرة خلال بشرة من بره زي ما وردتها لك فيكسبها دعامة تركيبية جميل ويمنع فقد الميا الكويتين بيحميم البخر كلما يزيد يمنع فقد الميا فيحافظ على الدعامة الفيسيولوجية يبهو بيسبب بيسبب دعامة تركيبية عشان ترصيل لكن بيحافظ على الفيسيولوجية مش بيسببها هو بيحافظ عليها كلما زود ما فيش تبخر ما تفضل موجودة يبهو سبب مش بسبب في الاتنين لا هو بسبب في دي لكن بيحافظ على دي جميل تتغطى أسطح بعض السمار زي التفاح والبرقوق بطبع شمعية من الكويتين بعض السمار والفاكهة أصلا وانت لقيت الفاكهة يمسك تفاحكات لما بتزحلق عليه ليه؟ يترصب على جدر الخلاة من الخالج سيليلوز دي مادة منفذة للمية تدعم الكولونشيمي والبرانشيمي يترصب على جدر الخلاة البشرية من الخارج قلنا من بره الكويتين ده يقر منف المية عشان يدعم نسيج البرانشيمي ببشرة السق والأوراق يعني هو بيحمي اللي تحته من البرانشيمي وسق الأوراق وبره يحمي لجوه احنا قلنا حاجتين حاجتين التركيبية بسبب حاجتين يمحماية الأجزاء اللي تحتها الأخشية المنفذة دي بيعبر من خلالها المية وليس الأملاح بالخاصية الإسموذية الأخشية المنفذة يعبر من خلالها الماء والأملاح بالانتشار دي تكت برضوهم فتح فصوص فندي وتعالي حل ده قبل ما نحل كتاب الامتحان وإذا أنا منحصة هتلاقي لي بحل معاك كتاب الامتحان والحصة الجاية إن شاء الله هحل معاك التفوق وحل معاك المرشد يبا كده فرمنا جمزين يا كاب سمي لها صدر رسول الله تنكمش إذا هي فيها مي ليه لأنني قال ليس ما تنكمشتش افهمها شغل دماغ شغل فتح فصوص فندي دي فتنكمش لما حطها في هي تنكمش اه اكتبت تنكمش يعني تفقد ماء تفقد دعامة يطلع منها مي طب إمتى يطلع مياه لما يكون عشان يا كابتن لما يكون المحلول اللي برا تركيز أعلى تركيز أعلى التركيز هنا أعلى عشان يا كابتن يطلع المياه من جوه البرا خاصة الاسموزية جميل خالص او الماليان يكون بعالفاد ده في مياه أكتر ودي في مياه أقل فتطلع المياه من العنب البرا لما حطه بارد لأ باشا انا عايز محلول يكون مركز أكتر أو وسط أعلى في التركيز محلول النشاء لا برضو ماء مقتر يعني ماء مياه مفوش لا سكر ولا ملح مفوش أصلا تركيز مياه بس لأ برضو ده بالعكس الماء المقتر ده هيدخل جوه ليه لأنه مفوش أملاح يبقى التركيز جوه أعلى عطشان جوه أكتر فيسحب محلول ملح مركز صح يكون هنا التركيز أعلى فبالتالي يسحب المياه بالخاصية الاسموزية يبقى الإجابة جيب سام الله صلى الله عليه وسلم علل تعتبر الدعامة الفيسولوجية دعامة مؤقتة ليه باشا؟ لأنها حضرتك وتعتمد على امتلاء الفجر عصراء بالمياه لما تفكر مياه معتش في دعامة لأنها تعتمد على امتلاءة الخلية بالماء بالخاصية الاسموزية ولكن عندها فقد الماء تضعف وتزبل وتزول الدعامة كما في الخلال برانشيمية والكلانشيمية ما قلش الاسكرانشيمية ما باعفهاش يبدخ دعامة الفيسولوجية فيها تركيبية اسكرانشيمي تركيبي ترصيب كده خلصنا وخدنا الحدوتة يعني الحدودي اللي كانت قصة لنا حكيت لك في الأول فكده خلص خلصنا م شاء الله جمدين تنين جمدين وفيش اللحن م شاء الله عليكم يعني ربنا نحميكم وحفظكم أتمنى تكونوا تستهلوا كل تعب وكل مجهود وكل عرق عمل زي القولة من ساعاته قولت ايه بقى برشح من ماء من كل نحية عمل زي النباتة عمل صناتح من كل نحية فأتمنى تكونوا تستهلوا المجهود ده تعال بقى نحل من كتاب الامتحان ونفهم الدنيا فيه ويبقى كده خلصنا جوزئي كبير كده وحلنا عليه وطبقنا عليه وفرمنا الدنيا حجماته يا أبطال علي ان تبدأ المشوار ركز مع ه resolوانية العمية يعني حل كثير ويناء هزار سانية العاما حل كثير ومذاكرة يقول بس لكن اسمية يكمل wont عاما مcomm erre ولو نفهم كل كلمة وتعلم الإصراء الملدة حذة مع مع الحلب الشكل لاب إلي MART هو اللي قال لي فばいبقى نلوما فهنا انت تقدره ماذا أعبر عن النتيجة مترتبة عن غياب التركيب سين فين سين 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 ده مشاور على إيه على الفجوة العصارية ركز الله يبركلك العصارية لو دي مش موجودة لو بافتراض إيه اللي يحصل زيادة توطر الجدار توطر الجدار يعني شده لما كانت بتكتسب دعامة في السيولوجية اللي دي مش موجودة بعتبر دي مش موجودة الميا مش هتخش فيها ولي مش هتكبر ولا تنتفخ ولا تضغط على البروت بلازمة ولا تضغط على الجدار فالقدر مش هيتوتر. ليه؟ مش حاجة هتزقه. مش حاجة هتخليه يبقى متودر او مشدود او يتمدد. ماشي. فقدان الدعام الفيسيولوجية. افهم. فقدان الدعام الفيسيولوجية يعني فقدان مية. فعلا دي لو مش موجودة. المية مش هتتجمع فيها. فمش هيبقى فيه دعامة فيسيولوجية. فدي الحد للوقت اصح حاجة. دايما بتلاقي ممكن تلاقي في الاسئلة صح وصح وفي اصح. اقرأ في الاخر للسؤال. وهعلمها جهاز تحل بالفهم الاول. تبقى فاهم. وتحل برضو بال الاستمعات. نكمل. عشان تبقى جاهز لقى حاجة في الامتحاد. سمي الله صلى الله عليه وسلم. توقف حركة السيتوبلازم. لا. زيادة ضغط الامتلاء. ضغط الامتلاء يعني الفجوة العسرية. ضغط المية اللي فيها. ضغط الامتلاء بتاع المية اللي فيها. باشا. مهم مش موجودة اصلا. زيكون فاهم ضغط امتلاء. برضو لا. يبقى الاجابة با. اللي بعده. سمي الله صلى الله على رسول الله. ده. بالله عليك. احيات عيالك عي العي. ركز معي. قولي ده. ده في الشكل ك ده نسيج ايه. برانشيم ولا ولا كولنشيم ولا سكرانشيمي. باشا. الجو قال لي رقيق. ها. رقيق. ها. ويه في مسافات بينية. اه. ده كان اول واحد المؤدب المحتر بالنسيج كويسين. اللي هو كان برانشيمي. اناك كز. فدي نسيج برانشيمي. ماشي. الشكل المقابل اللي وضح نسيج نباتي. انا عرفت انه هو برانشيم. طيب وغشي شك. انا كطالب. افكر كطالب. والله كان مدرس. البرانشيمي كان فيه فيسسولوجية بس. كان فيسنلوز. اساسي. ما كانش بترسش فيه حاجة تاني. زي ضررة البطاطس. اللي مزاكري حل اي حاجة. ماشي. اي من ما ليس من خصائص الدعامة اللي بيكتسبها. ليس من خصائص. باش انا عرفت انه هو برانشيمي فيكتسب دعامة فيسيولوجية بس. فاللي مش من خصائص الدعامة فيسيولوجية. تعال نشوف. سمي الله صلى الله عليه وسلم. تتأثر بدرجة الحراء. عايز. لا لا. ليس. طلاب ليس. طلاب ما عادة. طلاب الا. يعني الطلاب بيخطأ. بيجوفوا عندي ديم وينسوها. فياخدوا على دماغ ليس. تتأثر بدرجة الحرارة تتأثر trending لدرجة الحرارة. تتأثر بفاكة للضغط. تشمل كل خلاية تستمر على مدار اليوم. وصلي الا صلى الله الرسول الله.ricane الدعامة الفسيولوجية كانت بتتأثر بدرجة الحرارة عادي. يعني دي غلط بالسؤال. لكن فيها صح. للدعامة. لكن غلط بالنسبة للسؤال. ماشي. فهي صحة. لانه ما تأثر بزراج الحرارة. وبيأثر في النتح وفاقد المياه. ماشي. تتأثر بفاكة فرق الضغط الإسموذي. انته فرق التركيز وفرق الضغط الإسموذي والضغط الإسموذي قوة سحب المية هو اللي بشغالها فبتتأثر بها فهي صح بالنسبة للدعامة وهو أقول لك ليس يعني غلط بالنسبة للسؤال تشمل كل الخليج مؤكد إن هي تشمل كل الغليج فهي صح غلط الدعامة ليه؟ لأنه بيضغط على البرد ولازم بيضغط على القدر كله بتأثر طب تستمر على مدار اليوم يا بشر دي فعلا غلط في السؤال وغلط في الحقيقة وغلط في كل حاجة ليه؟ لأنه حضرتك الدعامة مؤقتة تتغير على مدار اليوم تفقد وتكتسب تفقد وتكتسب إذن معادة الأخيرة سلام الله صلى الله عليه وسلم ما سبب موت النباتات عند ريها بماء البحر ركز لو الله حضرتك ماء مقتر اعرف إن التركيز الأملح في زيرو ماكوش الأملح والسكرية ركز مع الله باركلا طب لو الله حضرتك ماء البحر اعرف إن التركيز التركيز الزائبات ركز معي تهزين تركيز الزائبات عالي فتركيز الزائبات عالي اللغة المجدية ركز مع الله باركلا تركيز الزائبات عالي في مية البحر فإن إذن يحصل مية البحر؟ قد النبات ماشي خاططوا بمية البحر خططت علي مية البحر مية بحر مية ملحة يعني تركيز الزبات فيها عالي يعني هالله عطشانة يعني هالله هتسحب المية واكل في سيخ عطشان تركيز أعلى فيقوم المية تطلع من النبات للوسط التانية أو مية البحر أو الوسط المحيط التربائي لآخره على حسن انت حطوا فيه فتقوم تفقد الدعامة شغل دماغه يبقى أنا عندي هنا التركيز هنا عالي والتركيز جوه النبات قليل في أي حتى في الخلايا يطلع من التركيز القليل للتركيز العالي الضغط الإسموزي هنا كبير فيشد يبقى انخفاض تركيز الأملاح داخل خلايا النبات سمي الله سيد رسول الله لما النبات يفقد احنا عرفنا انه فقط دعامة فقط دعامة فقط ماء لما يفقد المية التركيز جوهي يزيد هو كمان طيب ما هو المية طلع سبل ميه سبل المال حكب طيب فقد خلايا النبات خلايا النبات نفسه الماء بالإسموزي صح ما هو طلع المية للبرة ففقد الخلايا الاسموزي طيب زيادت حجم الفجوة العصرية؟ لا مش هتسحب ماء طيب زيادت حجم بروتوب لازم الخلية؟ لا ده فقدت ماء سمي الله صلى الله عليه وسلم اللي بعده انا بقى في ستريبس بتاع الواسطة حلاب للزور عشان ما تقولش بس الجيوب يأكل حلوة بشرح لنا عشان انا اصلا دور برد جديد بس بعافر عشانك فكل عندك ده مذاكر لم المادة وللم نفسك مهم يعني سمي الله صلى الله عليه وسلم الرسم المقابل ركز مع الله بارك لك ها بقولك مع الزمن بنقرأ الأول سين سين ده الأساسي بتقرأ كده مع الزمن وهنا كمية الماء سمي الله صلى الله عليه وسلم بتزيد ماشا المهم فبقولك الرسم ده يوضح العلاقة بالعملية النتح نتح نتح او اللي بنقول الله أحمر ده نتح ده كده نتح 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 بيزيد وبيقلي مع الوقت ماشا وعملية الانتصاص جميل خالص اللي بنلازلها ده انتصاص لو خطت بنلازلها ده بالانتصاص اي عند هذه النقطة تحدث زيادة في توطر جدار الخلية يعني امتى تكون في دعامة فيسيولوجية يعني امتى سمي الله صلى الله عليه وسلم هو عايز توطر الجدار يعني عايز دعام عايز دعامة اه يعني عايز يكون اكتسب زيادة في الماء ركز معاي زيادة في الماء يعني زيادة في الامتصاص والنتح يقل عايز يعني نتح ومتصاص اللي لقى بينهم فبالتالي انا امتص كتير ها وانتح قليل يعني يعني ما طلعش مية يعني افقد مية بسرق ليلة ايه اللي يحصل اكتسب مية واكتسب دعامة كين بقى بشي mucha عند سين والصاد ولا يعني كالام كان الامتصاص زيادة والنتح هو القليل تعاني امشى عند السين لقى الاثنين اهоне قريبين طب صاد لا حمر ده مين كال كان الانتح عالي و الامتصاص القليل اللي هوي عايز العكز سمين الله صلى الله رسول ال لا نطب تعالى عند عين لقى الاثنين قريبين تعالى عند لام لام هنا فعلا النتح هو اللي اولي التحت و الامتصاص هو اللي عالي إذن الإجابة لا الله على سجمده سمع الله صلى الله رسول الله أي رسومات البيانية التالية تعبن عن التغيير في توطر جدر الخلية تغيير في توطر جدر الخلية التغيير يعني إيه؟ يعني كسب زعامة ويفضعام إلى آخر لخلايا نبات عجبي عند نقل من تربة رطبة إلى تربة جافة ده هنا كان هو في تربة رطبة رطبة يعني ماء رطبة والطربة أي ماء في التربة رطبة الجو يعني جزيءات ماء بخار ماء موجود في الجو هنعرف الكلام إلى تربة جفة هيتغير إزاي بشاء نكون في تربة رطبة آه يعني كان في مياه كتير آه يعني كان ممكن يكتسب إيه انتصاص هوا يكتسب إيه دعام فيسولوجي لما حطه في جفة يفقد دعمه فيسولوجي يبقى دلوقت توطر الجدار بقى توطر الجدار يعني شده الجدار جدار كان مجدود ها يقل ولا يزيد لما نقله من هنا لأ لما وديه تربة جفة هيفقد ما يفقد دعامة فيحصل انكماش يتبقى توطر الجدار يقل معاش يبمجدود يقل يبقى أنا عايز حاجة مع الزمن قلت دي كانت كده ودي كده ودي زي بتزيد لأ إبادة ليه لأن توطر الجدار مع الوقت قل هو اللي قال لي ليه من تربة رطبة لجفة فقط مياه فيحصل انكماش يبقى الإجابة ده سمي الله صلى الله رسول الله لبعد كده تعا نشوف ده في الشكل المقابل إذا كانت سين تشير إلى تركيز المحلول تركيز مع الله بركلك سين بتشير لتركيز محلول ها محلول التربة وصاد تشير لتركيز العصير الخلوي لشعير جزرين يعني صاد ده عصير خلوي يعني في الفجوة العصارية لخلية مين ليه خلية خلية في الجزر ماشي خلية سعرة جزرين في جزر نبات الفول فماذا توقع أن أحدث حالة بعد مدة ساعة سمي الله صلى الله رسول الله باشا المربعات الحمر دي الأملاح يعني الزائبات جميل خالص طيب والدوار الزرق دي جزئات الماء جميل خالص المزيم ماشي أنا عندي هنا ركز الله بركلك في سين كان عندي ميا وعندي أملاح ماشي بس الميا كتير عندي هنا أربع دواير ميا هنا كتير أهو طيب فصاد بقى في العصير الخلوي جوة الخلية في الفجوة العصارية في هنا أملح كتير مربعات كتير ملوحة عالية زائبات عالية أعلى من هنا مربعات الحمر هنا أعلى من هنا فعطشانة كابتن وكل في سيخ عندي ملح زيادة ها الميا تنتقل في غشاء شبه منفذ ده ضروري ها تنتقل من هنا ليه ممكن ممكن يلعب في غشاء شبه منفذ دي الله مبلغك فهنا ما تنتقل من هنا ليه ممكن يبقى تنتقل من سين لصاد في الفجوة العصرية فتكتسب الخلية دعامة في السيولوجية خلصة يبقى توقف نموه لا هيسبه لا لا يتغير ازاي لا يهتغير امتى لا تغير لو التركيز الميا والأملحنة زي المال أملحنة لكن في فرق في التركيز يبقى في ضغط اسموذي يبقى في حركة ميا يكتسب دعامة في السيولوجية صح سمي الله صلى الله على رسول الله تعالى نشوف تم رأي ثلاث نباتات متمثلة ثلاث نبات متمثلة بثلاث محليل مختلفة يبقى عن ثلاث نباتات أهم أديسين ودستاد وعي حطت لهم ثلاث محليل مختلفة التركيز وسجلة النتائج بعد الرأي صدوق ذلك يستبدأ أي نباتية فقدت دعامتها في السيولوجية فقدت يعني إيه ترجب فقدت دعامتها في السيولوجية يعني فقدت ما سمي الله صلى الله على رسول الله بص راشا بيقولك هنا ده النبات وده الكتلة الكتلة لو زاد يبقى اكتسب طب الكتلة لو قال لي يبقى فقد لولله أقدر قبل المعاملة لوله أحمر بعد المعاملة سمي الله صلى الله عليه أهيه لغدر كبير واللحمر قليل يبقى لغدر كان قبل المعاملة كبير كتلة كبيرة وبعد المعاملة صغر ففعلا حصل لهم كماش زيبول يبقى فقد عين فقد صاد لفقد ولا اكتسب ها زي ما هو متسويين طب صين ده بعد المعاملة ركز مع الله يبقى لك كتلتها زادت يبقى دي اكتسبت دعام اتنفخت كبر حجمها بعد بعد اكتسبت يبقى هو عايز حاجة فقدت تبقى الاجابة اين صدر الله اللي بعده نفس الكلام اي دبتات التالية اكتسبت دعاة ما لسه مجابين هاسي بعد كده تم فصل خليتين من نبات البصل نبات بصل جبتوا منه خليتين صدر رسول الله وحطت احدهما من بشرة الجزر والاخرى من بشرة ورقة داخلية وكل منهما من محلولين متسويين في التركيز يعني حاطنهم في محلولين متسويين في التركيز ماشي النتيجة الداتنا في الشكل النتيجة في الشكل اي من ما يالي صحيح قبل بدء التجربة إسموزية الفجوة العصرية للخلية واحد أكبر من الخلية اتنين يعني إيه إسموزية أقول لك قبل قبل التجربة قبل ما يحصل كده يعني إيه أنا حطتهم في محلول المحلول ده تركيزه بيساوي ده ماشي فإنه تنفخ ده ما تنفختش ليه لإن ده خلها مية ودي ما ده خلهاش ليه لإن دي كان فيها ضغط إسموزية عالي يعني تركيز ملح عالي عشان كده هي اللي شربت المية من المحلول أما دي تركيز الملح اللي فيها قليل مش هفطتش المحلول يبقى هو المحلولين متسويين هنا قد هنا ده ده خلهها مية وانتفخت يبقى كان فيها أملاح عشان يا كابتن كان فيها تركيز أعلى ففيها ضغط إسموزي أعلى يبقى إسموزية الفجوة العصرية الخلية واحد ضغط إسموزي التركيز أكبر من اتنين أه صح قبل التجربة أبكلمك على قبل التجربة أبقل التجربة أه الدليل إنها شربت المية كانت الضغط إسموزي بتاعها أعلى طب دلوقتي دي ضغطها إسموزي أعلى بعد التجربة في فرق ليه؟ لأن دي تنفخت بمية ودي لسه ما تنفختش بمية فدي فها تركيز أملاح يبقى قبل التجربة بتفهم بتفرق عشان ما تلغبتش قبل التجربة من اللي كان فيه تركيز أملاح أعلى دي الدليل إنها شفطت المية ده خلها مية بخاصية إسموزي ليه كاب؟ سمي الله صلى الله عليه وسلم الله قطعة بطاطس وزنها سين ها؟ تم وضعها في ماء مقطر الله يا جمال يا تكاتو مية مقطرة مية نقية مية جميلة ما فيهاش لأملاح ولا سكريات تركيز معي لمدة 30 دقيقين ماشي أنا حططها في ماء ماء مقطر لمدة كام 30 دقيقين حلو خاصة قادي قطعة البطاطس ماشي إيه اللي حصل؟ فأصبح وزنها صاد يبقى هي كانت سي ماشي ركز ركز وبعد كده لما حططها بقصات ماشي ثم نقلت بعد ذلك لمحلول سكري في سكر ركز يا سكر لمدة 30 دقيق اهو محلول سكر يعني في تركيز ها؟ فكانت بوزن عين فأي الاخترارات التالية المقابل يمكن أن يمثل نتائج هذه التجربة سمي الله صلى الله و رسول الله يعني ايه من دول صح؟ بص باشي أنا لما حطها في ماء مقطر الطبيعي هي الأول كانت سين خمسة الوزن خمسة؟ ماشي يا طرى بقى خمسة وزادت خمسة وقلت ولا زادت ولا ايه؟ كانت الوزن الأول خمسة لما حط قبل ما حطها في حاجة لما حطتها في ماء مقطر ماء مقطر ما فيش سكر ولا ملح من الآخر ماء مقطر بخش على طول في الخيال ماء مقطر على خليل ماء مقطر أهلا بالخليل ماء مقطر قطر على الخليل لأن الخلية بيكون فيها ملح أو سكر أعلى من الوسط الثاني فيدخل لها دي تركيز أعلى عطشانة كابتل أصحب الماء هو ماء بس جميل فالطبيعي لما حطتها في ماء مقطر اللي هو صاد وزنها يزيد هتكتسب دعامة في السيولوجية فانا عايز حاجة أكبر من خمسة يا كنت خمسة؟ اه تبقى اربعة وسبعة لا تبقى خمسة بس لا مش زادت تبقى خمسة ونصح تبقى خمسة بس لا ماشي نكم لما حطتها في محلول سكر ماشي سام الله صلى الله ورسول الله ركز مع الله بارك حطتها في محلول سكر اه محلول سكر في ملح في سكر ها في زائب يعني ملح أو سكر ها زائب اللي يحصل يقوم الماء تطلع من هنا من الخلية ليه هو يسحب الماء عشان يا كابتن ياخد منه فوزنها شوية قل فهنا خمسة ونصح بعد كده عين بقى اللي هو في محلول تاني تقل اه تقل شوية اربعة وتسعة يبقى بالاستبعاد جيم لان هي الوحيدة صاد لذاتت وبالفهم جيم سمي الله صلى الله رسول الله نكمل اي مالي مسؤول عن استقامة استقامة وركز معها عرب نخلص يجمال سمي الله صلى الله رسول الله اخذ حزان ما تنحش اي مالي مسؤول عن استقامة ساق نبات النعناع بعد عملية الرأي النعناع رويته استقام يبقى كسب عامة فسيولوجية الفجوات العصرية والجدار الجدار الخلوي بس اخشاب لازمية بس الميتو كنداريا والاخشاب لازمية باشا سمي الله صلى الله لا. فجوة عسرية اه. والجدار الخلوي اه. ركز معي. طيب. جدار خلوي بس لأ. طيب اخشياء بلازمية بس لأ. ميتو كوندولة بتاعت الطاقة ملايهش دعوة. هي لازقت. يعني اتزقت مع كل حاجة ماشية. يبقى الاجابة مين? فجوات عسرية اللي ملت المية وضغط على البروت بلازم واثرت ووترت وشدت ومددت جدار الخلوي. او الجدار الخلوي. ما سبب انتفاخ? ركز معي. خلايا النبات عند الريب الماء. انتفاخ يعني اكتساب. دعامة فيسيولوجي. طيب. دخول الماء الهي بالخاصية الاسموزية? صح. طيب خروج سكر او بالانتشار او دخول مية بالانتشار? لا. ها. طيب خروج السكر منها بالخاصية الاسموزية? برضو لا. السكر يعني ما خرجش منها. تركز معي الله بركلك. الدعامة حصل لها ايه? انتفخت. يعني ايه? دخل لها مية. على السكر لجواها او الملح لجواها او الزائبات لجواها. المية زادت فيها. سمي الله صلى الله رسول الله. يبقى برضو الاخيرة لا انا. الاجابة الاولى صح. نكمل. ايه الخلاة التالية تكتسب دعامة فيسيولوجية عند درايا النبات? يعني مين في دول? تركز. بيسمح به نفاذ المية. عشان اكتسب دعامة فيسيولوجية. خلاة الفلين. الفلين دي ممادة ايه? سيوبرين. تركز وعا. لازم تفرومها بدل مفرومك. السيوبرين دي كانت جيوة لك. لا تحب المية ولا آآ منفذة للماء. طيب. خلاة الحجرية الخلاة البرانشمية. سمي الله صلى الله على رسول الله. ها. فنعند حضر. ركز مع الله وبركلك. فنعند حضرك خصيبات الخشب. فكرة الخشب واللحاء. الخشب كان من من الايه? المواد الخام. ها? المية والاملاح. واللحاء. ها? كان بياخد الغذاء والجزاء النباتات. المهم فده بينقل بس مش اكتسب. طب الخلاة الحجرية. الحجرية الياف وحجرية دي خلاة ايه? ركز مع الله لك. الاسكرانشمية. الاسكرانشمية دي كانت خلاة ميتة. فبتفتص برضو الماء. ليه كان بترسل بفاعل جنين. ها? ركز معي. طيب الخلاة البرانشمية. اه? دي بنت الناس الكويسة. الرقيق وفيها فراغات. غشاء رقيق وبيسسللوز. بينفى. بينفز الماء منه. وكان فيه ايه كمان? ونفسفات بينية او فراغات بينية. ايلا اخيان? فالخلاة البرانشمية. سمي الله صلى الله. اي ما ليه يفسر توطر جدار خلاة النبات. توطر? اه يعني مجدود. اه يعني منفوخ. يعني ايه? كبر وانت فاخر فاجوة العسرية. عشان فيها مية. فها مية يعني فيها دعامة فسولوجية. مفوخ. اكتساب دعامة فسولوجية صح. طب فاقد دعامة لا. اكتساب دعامة تركيبية لا. تركيبية ترسيل. تركيبية ترسيل. فاقد الدعامة تركيبية برضو لا. يبا الاولى. فهم واستبعاد. يلا ضغط الامتلاء. ضغط امتلاء الفجوة العسرية بالمية. بيضغط على اللي حواليها. من البرتوبلازمة نحو الجدار. اذا علمت على ضغط الامتلاء في الخلي. اه. ضغط الامتلاء. بيضغط في الخلال كده. بيضغط الخلال بر. ها. اه. هو ضغط يدفع. يدفع الغشاء البلازمي نحو الجدار. ماشي. تحت تأثير خاصة الاسبوزية. اي من ما لي وعد مؤشر الاساسي في حدوث ضغط الامتلاء بالخلية. اي من دول؟ او يعني بيبايل لك ضغط الامتلاء. مؤشر اساسي. اه. الجدار خلوي. غشاء بلازمي. فجوة عسرية. اه. سيتو بلازم. هما كلهم بيدلزقوا في جامعة الجدار. او بيروحوا يعني. بيتحركوا. بيدفعوا نحو الجدار. لكن ايه الحاجة الاساسية. ها. اللي بقى فيها مية. عشان تضغط على اللي حواليها. الفجوة العسرية. بس كله بتأثر. نكمل. سمي الله صلى الله الله. هي زعا انت او ضغط الامتلاء. سمية صلعا الله. في قسم الخلاة النباتية. واضغط ايتفع الغشاء البلازمي نحو جدار الخلية. المهم يعني. اي الاختراوات بالجدول تعبر عن تركيز العصير الخلوي في الخلية. واتجاه حركه المية بالخاصة الاسمه زيه. استعان ماذا نشاهد. اه. ده العصير الخلوي. فيه العصير الخلوي ده. أه.CoV على صهر الخلوي فيه. الفجوة العصرية فوق معه تواية. اه. لا يا بشا ده هتسحب المية الجواها فده غلط تركيز عالي عطشان يا كابتن عايز مية وكل في سيخ عايز مية طيب تركيز الفجوة العصرية عالي هتسحب مية يبقى اتجاه حركة المية الى داخل الخلية بالخاصية الاسموزية صح نكمل نسمى الله صلى الله عليه وسلم اي العاملات التالية ها تؤثر في الدعام الفيسولوجية بشكل مباشر ايه من دول بشكل مباشر حتى لو قلت حاجة بتأثر بطراقة تانية بس بقولك اللي بشكل مباشر نتح فقط بناء ضوء فقط نتح وامتصاص النقل النشط والنتح سمي الله صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر النتح الواحده لا بناء ضوء لا اما الايه نتح وامتصاص امتصاص مية ها دعامة فيسولوجية فقد مية مع النتح فقد دعامة فيسولوجية يبقى جيم سمي الله صلى الله عليه وسلم ركز معاله بارك لك ازعل انت قدنا الاميبة سمي الله صلى الله عليه ها من الاوليات الحيوانية الاميبة والبراميسيوم واليوكلينا ركز معايا أوليات حيوانية تعيش في الميا العزبة وتتخلص من الماء الزائد تتخلص من الماء الزائدة عن حاجتها بواسطة فجوات منقبضة ركز مع الله بارك لك فعند وضع خليلية نباتية وأميبة وخليلية دم حمراء الله يعني دي خليلية نباتية دي أميبة ركز دي خليلية دم حمراء كرات دم حمراء ماشي في ثلاث أربيب فيها نفس الماء مقطر الله ده ماء مقطر ماء مقطر جطر على الخليل ما الذي يحصل بقى سمي الله صلى الله عليه وسلم الخليلية النباتية هتمتص ماء وتكسب دعانا لكن ليس هتنفجر عشان عندها غضاء والخليل الحيونية أو القرات دم الحمراء هتنفجر تاخد ماء تاخد ماء تاخد لحده ما تنفجر فبالتالي دي تنفجر لا طب لا تتأثر لا تنكمش لا تنتفخ اه لما بالاستبعاد الإجاب هتبع دائل بس تأكد بالفهم حل بالفهم طيب تعالي شوف كده دي لا تتأثر هي وقال لي كلمة هي مفتاح الحل قالك ايه بتتخلص بالماء الزائدة عن طريق فجاوة منقبضة منقبضة يعني كده كده عايز خدت ماء ازيادة عندي هخرجه واقفل تاني ازيادة عندي هخرجه واقفل تاني فكده كده مش فريق لي حططني فماء مخطرة ماء هطلع الزيادة ففعلا لا تتأثر طب الدم الحمراء تمفجر حتى ما عندهاش جدار خلو والجدار يملع الانفجار ركز عبدالغفار سمي الله صلى الله وسلم الله قلوك كثيرا الناس الجامدان مركزين نكمل سمي الله صلى الله وسلم الله في احدى التجارب المعملية ركز معايا تجربة في المعمل ركز ده اخر سؤال هف معاك النهار يعني معاك فيه ونكمل الحصة الجاية تكميلة حل كتاب الامتحان والمرشد والتفوق طب ليه بقى لانهما شاوروا دلوقت فقالوا لحنا الوقت فطلع مني فتظهر يعني انا بديعها بحماس او معاكو فطولنا فهم قالوا لي خلاص فعني ايه الوقت فحلو او كده يبقى كده خدنا الدعام الفسولوجية والمقدمة والتركبية وطبقنا عليه وحلنا عليه جامدين تنين والله ما شاء الله والحصة الجاية نكمل كتاب الامتحان والتفوق والمرشد كمعاش الأزهر ولكتر هنا جامدين تنين نكمل فيه تجربة او احدى التجربة المعملية سمي له صدر رسول الله تم استخدام ثلاث قطع متساوية للحجم الجزر جبت حيث الجزرية ودي حيث الجزرية ودي حيث الجزرية في المعمل اول واحدة تم الغالي القطع الاولى في الماء يعني حطتها في الماء ركز مع الله بارك لك وغالتها ماشي هنا القطع التانية قالك حطتها في الماء مقطر الله ماء مقطر جطر ماء مقطر جطر خش على خلاعه ليه؟ تركيزه قليل. ما فيش تركيز اصلا سوري. مقتر. نقل. الخلية اكيد تركيزها اعلى. يبقى التركيز اعلى عشان يا كابتن. ادنه مية. المية بتحب الملح. المية بتروح للملح. الكتير يعني. ها? اللي تركيزه اعلى في الملح. طب التالتة. محلول. ها? سكري مركز. الله. سكر مركز. ركز يا سكر. يعني التركيز هنا عالي. الزائبات عالية. فبالتالي. تعال الحاجات اتضاير كتير. الماء المقتر دي على طول هتتدفق. تكتسب دعاني. ماشي. على طول. ليه خادت مية مية هتخلها على طول. طيب. هنا الماء المركز يعني اعلى منها في التركيز العكس. اللي ما يطلع بنا تروح لها. يبقى دي فقدت. دعاني. لان التركيز بره اعلى من جوه. عشان يا كابتن بره. ملح كتير. واكل في سيخ. يبقى له مية. او المية بتحب الملح. ما بتروح للملح. جميل خالص. او المليان يكون بقى الفان. ها? المية الاكتر تروح للماء الاقل. المهم. يبقى عند حزارك ترامة عايز فقدت. يبقى بالل الاستبعاد والفهم مين التالتة. انا عندي التانية بس. هو عايز فقد الدعام. لا. ما تنفعش. طب التالتة بس. فعلا فقدت. ماشي. طب الاولى والتانية. اولى وتانية. التانية يا باشا اكتسبت ما فقدتش. ما تنفعش. طب التانية والتالتة. ها? التانية يا باشا برضو اكتسبت ما فقدتش. يبقى ما تنفعش عشان التانية. يبقى الاجابة بالفهم والاستبعاد يا مين? ها? التالتة. شوفكم على خير الحسة الجاية. كده الفضل ربنا عظمة. ولا عظمة اللي واحد فرمنا الدنيا شرح وفرموا حل وتلخصوا كل حاجة. الحسة جاء ان شاء الله هتبقى حل بس. نكمل حل كتاب الامتحان وحل التفوق وحل مش فضل ربنا قلوك كتير هنا. سنوة عامة. يعني حل كتير. شوفكم على خير يا حبيبي. وارب تكونوا قد المكوت ده. وقد ثقتي فيكم بازن الله عشان نفرم الدنيا ونجيب الاحياء في شوية. شوفكم على خير. ربنا يا رضيكم يا رضيكم. ربنا السلام واركوسة لكم. ححلمكم فرجونكم. واستعد بلوكو. امين امين رب العالمين. واحتلسة لاخر لحظة. عفر حلمك. استاهل. سلام.